المحاضرة مسجلة هتبع اليوتيوب فيه شهادة للورشة والشهادة ما بتتكررش فيه رابط للشهادة هنديل حضراتكم بالنسبة للمشرفيننا جميعا فيه كمان اتفاق هنعمله مع بعض ان كل حد في اي جامعة في العالم احنا محتاجينك محتاجينك ان نعمل معاك اتفاق في انك تدخن عندك الكلية او الجامعة علشان ننشر باقات مجانية من اسكوبوت ونعرف الناس ازاي يستخدموا تطبيقات الذكاء الاصطناعي اسكوبوت هو شركة مصرية موجودة يعني موجودة في مدينة ناصر في القاهرة دي تليفوناتنا وده الواتساب وده الايميل ده مبدئيا احنا بنعرض عليكم جميعا اتفاقات ان لأي حد هيدخلنا المؤسسة بتاعته المؤسسة البحسية كلية او جمعة هنديله للمؤسسة بحالها بكل عضاها تتدريس بالمؤسسة باقات مجانية ثلاثة شهور يستخدم الموقع ويجربوا ده مبدئيا وده هنقوله في الاخر وهنتناقش فيه ونتكلم ان شاء الله المحاضرة هتكون عن التطبيقات مختلفة بتساعد الباحسين في جميع مراحل بحسهم بس بنبدأ مبدئيا كده بهذا الموضوع علشان نطمن الناس المحاضرة مسجلة فيه شهادة حضور رابط شهادة الحضور هندهولكو في اخر المحاضرة الصوت اللي عنده مشكلة في الصوت يطلع ويدخل تاني واحنا بندخل الناس اول باول اتشرفنا بالجميع من كل هاي العالم وصلنا الحمد لله بمتين وستين ده لنا الشرف بحضور الناس دي كلها اي حد هيدخلنا الجامعة عنده في محاضرة عن استخدام وسائل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بنهدي كل الجامعة كل اعضاية تدريس في الجامعة او الكلية المستضفانة باقات مجانية اخر حاجة كنا فيها يوم الاثنين والتلاثات في ملتقى وطني في جامعة تسمسيلت في الجزائر وروحنا للملتقى الوطني الجزائر برضو بعد كده في مركز البحث الزراعية والمحطة الزراعية في اسكندرية في مصر وجامعة اسكندرية كلية الزراعة سبباشة في مصر جامعة ستة اكتوبر في مصر جامعة الافرو اسيوية دي مقارنها في تركيا وفي السودان وفي الصومال جامعة ورناطا ده كان مؤتمر الصوت مسموع حضرتكم بتبعتم مسموع كده ان شاء الله ده في مؤتمر كان في جامعة ورناطا في اسبانيا دي جامعة جامعة الامريكا المفتوحة في امريكا داموقرات كتيرة جامعة التعز في اليمن جامعة الليبية العلوم الإنسانية هي وجامعة بني وليد مع ايفاد كانوا عاملين اسبوع علمي واستضافونا شكرا لهم جدا كمان جامعة ترابلوس استضافتنا وعملنا ملتاقة فيها عن سكوبط ترابلوس ليبيا وبدعوة كريمة من حضرات السادة المسؤولين في الجامعة كمان جامعة السيوت في مصر دخلناها ومؤسسة ايفاد شريك استراتيجي لينا كمان جامعة الميسيلة مؤتمر هناك ووزارة الثقافة الاردنية جامعة التفكير الثقافة للموهبة والإبداع بأساسة البيارسي العراقية دكتور ميساق بيات طيفي والمعهل العالي العلوم الإدارية البحيرة الكلية التخصصية الحديثة لعلوم الطبية والتقنية في صنعاء في اليمن جامعة وغران اتنين كلية العلوم الاجتماعية في وغران اتنين وكلية العلوم الاجتماعية في جامعة مستغنم وغران اتنين ومستغنم في الجزائر جامعة المستقبل ببريدة بالقصيم بمملكة العربية السعودية كلية الطب جمعتين شمس في مصر ده كله عمل معنا لقاءات ورش عمل مرتكولات تعاون اتفاقيات تعاون واستضافونا فنتشرف طبعا بالجميع ان هم يكونوا معنا بلاش محاولات للتسجيل انا بسجل انا بسجل وهنشر الفيديو حضراتكم جميعا ناقيه التاني في شهادة حضور في تسجيل الفيديو هنبدأ المحاضرة انا بدأناها فعاليا اندخل الناس اللي عنده مشكلة في الصوت يخرج ويدخل تاني واحنا متابعين ان شاء الله الموضوع عن كيفية استخدام ادوات الزكاء الاصطناعي في مساعدتك كباحث في كل مراحل بحثك انك تفكر في مشكلة انك تحضر خطة انك تكون عنوان وتكتب خطة كاملة انك تجمع مراجع انك تجمع موجودين عندك دكتورة نور في جامعة 2 شمس جينا من شهر وهنيجي يوم يوم الاتنين الجاي ان شاء الله 14 في مكتبة الجامعة ده بيرعاها ورئيس الجامعة وان شاء الله نمد الجامعة كلها ببقات سكوبت هنبقى موجودين يوم يوم الاتنين الجاي ان شاء الله 14 الساعة 11 في الجامعة اللي هي جنب مسجد الحصر زي ما حضرتك عارفة شرف لينا حضورك معنا فانا هستعرض معك حاليا انت بعد ما خلصت الخطة ونزلت المراجع بكل اللغات ازاي حضرتك يعني حاجة تساعدك في ان انت تكرأ المراجع دي كلها بحيس ان انت تكون المحتوى ده كله باسرع وقت وتبدأ تكتب بعد ما تكتب الموضوع بتاعك بعد ما تكتب الموضوع بتاعك انت ازاي تصيغه ازاي تنسأه ازاي توصقه ده كله ان شاء الله هنستعرضه في خلال الساعة الجاية الموضوع هنترحه جينا جامعة سكندري ياريت افندم والله جامعة الاماراتية الدولية ياريت وجامعة العراق لبالينا الشرف يعني احنا الوقت دكتور الميساق كانت تابعة جامعة تكريت نفسينا في كل الجامعات العراقية نحن نحب العراق واهلهم نحن نحب كل الدول العربية واهلها نحن ندخلنا اليمن كده يعني مصر واليمن مصر واليمن وليبيا والجزائر وكتب عننا بحث في المغرب والاردن والعراق وغي السعودية والجماعات اللي هي موجودة في أمريكا وفي جامعة غرناطة في أزبانيا زي ما استعرضنا في البرتنان وممكن تلاجعوها تاني آآ اشتركوا في القناة ده طريقة التواصل معنا عن طريق الـ 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 وان شاء الله هنتكلم عن كل هذه الأمور بعد المحاضرة كمان فلينا الشرف بحضركم معنا الـ ده في واتساب معنا الموقع المباشر وبرضو دي رقم الشخصي للاتصال بالنسبة ليه تنصيق العلاقات ده رقم يعليه واتساب بالنسبة ليه أي جامعات أو أي فانسيق للعلاقات مد الجامعات بخدمة سكوبوت مجانا اتشرب بالجميع طيب نبدأ بقى ان شاء الله حضرتك المعرفة المعرفة متجددة احنا كنا في ألف قبل ألف سبعمائة وخمسين كانت المعرفة كلها ورق والطباعة مش سهلة ونقل المعلومات صعب بعد الصورة الصناعية في ألف سبعمائة وخمسين بقى الموضوع بالنسبة لنا أسهل كتير جدا فبقى لو احنا كنا حسبين إن إن أنا عندي ورقة ورقة علمية واحدة ورقة واحدة قبل سنة ألف سبعمائة وخمسين ألف سبعمائة وخمسين فبعد ألف سبعمائة وخمسين الورقة دي تم تكرارها في خلال مية وخمسين سنة بس خلال مية وخمسين سنة بس فبقى عندي كل هذا الكم المعلومات اتكرر في مئة وخمسين سنة بعد كده في خمسين سنة بس اتكرر كمان مرة اتكرر كمان مرة بعد كده الموضوع اتكرر خلال اربعين سنة اللي هو من الف وتسعمائة للف وتسعمائة وخمسين بعد كده من الف وتسعمائة وخمسين للف وتسعمائة وتسعين بعد كده الموضوع كله مرتبط بالتسارع اللي حصل اكتر واكتر بعد الف وتسعمائة وتسعين في عشر سنين المعرفة انتقلت لمرحلة اخرى بعد الف وتسعمائة وتسعين بعد سنة 2000 بقى خمس سنين المعرفة تضعفت معلش دقيقة بس للأدان دقيقة واحدة للأدان بس نوقف دقيقة واحدة اشتركوا في القناة شكرا 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 بعد كده احنا نتنقلنا الى ان المعرفة بتتجدد في كل يوم الكم المعلومات المكتوبة على الانترنت كل يوم بيتجدد فبقيت انت حضرتك موجود في كم معلوماتي متسارع وما انتش قادر تجيب اخره طيب لو احنا دخلنا على جوجل سكولر هتلاقي فيه ملايين الابحاث المكتوبة في كل المجالات جوجل سكولر هو اكبر مكتبة بحسية في العالم طيب او جوجل عموما هو اكبر باحث ومكتبة بحسية لو كتبت كلمة اقتصاد هتطلع لك سبع مليون وتسعين الف بحس وهو فرحان جدا انه اجابهم في خمستاشر ساني والمصيبة ان انا عمري ما اقدر اقرأ السبع مليون بحس ده عن الاقتصاد فبحاول اكتب كلمات مفتاحية الدقيقة للبحث بتاعه اكتر واكتر وكل مدية يعني الاقتصاد السلوكي هيقل مليون هيقل مليون لكن مش هيقل كتير طيب لو كتبت حاجة تانية هيقل اكتر هيبه خمسة مليون البدل ما كنا في سبع مليون طيب لو كتبت حاجة تانية خالص يعني اديأ هيقل بقى مليون الهدف هنا هو البحث الديق مع ذكر كلمات الزكاة الاصطناعي مع ذكر الكلمات المفتاحية المعبرة عن عن كيفية عن كيفية بحسك كل الزكاة الاصطناعية بيعتمد على الكلمات المفتاحية بالاساس كل محضرتك تكتب كلمات مفتاحية قريبة من هذا من اللي انت عايزه كل ما تحصل على نتائج كاملة من الزكاة الاصطناعية الزكاة الاصطناعية او كل المحركات البحثة اللي بتعمل بالزكاة الاصطناعية بتعمل على تلت سور اول حاجة بيبحث بالكلمات المفتاحية بطريقة مباشرة تاني حاجة لو ملقاش كلمة مفتاحية بطريقة مباشرة اللي هي الاساس عنده بيقوم جايب المتراضفات بتاعتها او المتناقدات بتاعتها لو ملقاش الكلام ده كله بيحاول يدور بالسياق السياق الكلامي بتاع الجملة او السؤال اللي انت كد طيب لو هو بعد ده كله ملقاش انت بترجح بترجح حاجات طيب انت زي اتعامل مع الزكاة الاصطناعية اول حاجة ان انت تكون عارب بالزبط الكلمة المفتاحية اللي انت عايز تبحث عنها ما ينفعش تعمل بحث عام لانك هتتشتت لان النتائج لا متناهية طيب اللي دوروا على جوجل حاولوا يحل المشكلة بتاعة التراكم المعلوماتي في ان هم يزودوا معلوماتهم اكتر واكتر عن طريق ان هم يفلطروا المخرجات بتاعة جوجل طيب هل الامر ده سهل مش سهل خالص لكن فيه تلات مواقع مشهورة في هذا الامر اسمها المواقع دي اشتغلت معانا على اساس ان هي توصلنا للي احنا عايزينه بطريقة اسهل من جوجل طيب لو احنا روحنا واجربنا على انا مشترك في الموقع ده فعليا لو انا كتبت كلمة ايكونوميكس هنا وضغطت هيظهر لي كم نتيجة لو انا نزلت هو متصفح عادي خلص او بيجيب النتيج تحت بعضها جاب لي خمسمائة الف نتيجة حلو ما جابش سبع مليون زي ما جوجل كان جاي جوجل سكولر طب دي اول نقطة الغاية هنا هو زي جوجل بل هو بيحمل من جوجل يعني ده التحميل او طب ايه الفرق ايه الفرق الفرق ان انا لو ضغطت هنا على البحث ده هيقول لي كليكتو بيلد اجراف جراف ده هو ده الفكرة الاساسية بتاعت ان الموقع يجيب لك يحجم لك البحث يحجمه انا ضغطت مجرد ضغطة على اسم ده على اسم العنوان المنبرة جاب لي تلاث حاجات جاب لي شكل بياني كل ما بضغط على الكور اللي موجودة دي ده الكورة الاساسية اللي انا ببحث عنها وده كل الكور دي ابحاث قريبة من من البحث الاصل اللي انا ضغطت عليه اذا انا جبت كل الافكار المفتاحية الافكار القريبة من الموضوع بتاعي كدرسات سابقة وابحاث ووراق منشورة كمان جبت الموضوع بتاع جبتهم كلهم في مكان واحد بدل ما ادور عليهم واعمل واعمل تحديد ليهم لأ انا جبتها كلها في مكان واحد عايز احملها احملها عايز اضغط على كل واحد وحملها احملها براحتي خالص طب انا مش عجبني الشكل البياني انا عايز ده كله في جدول عايز احدد اكتر واكون ده كله في جدول لو حدق ضغطت على هتلاقي في جدول الجدول ده عبارة عن اول بحث انت اخترته بمعاييره بالقسر بتاعه بالسنة بتاعته بعدد السيطشن بعدد الناس اللي خدت منه اقتباسات في بحثها واللوقت حدد طبع اسكوبوس او اي طرابل ايه او ايا كان الفهرس العالمي اللي نشرين فيه الميجلة نفسها بعد كده درج السيميلياريتي لهم شايف حضرتك البحث ده قريب منه بدرجة 28% من حيث عدد والسيطشن والسنة والكاتب والموضوع نفسه اللي هو المكتوب العنوان اذا انا كده جمعت كل ما هو متعلق بالبحث اللي انا بدور عنه او بالموضوع اللي انا بدور عنه في جدول ممكن اعمله ده ونزله ونزله واحد واحد اهو المراكع ايه هنزله نزله نزل الجراف تمام الموقع تباش تراك انت لك خمس جرافات على مستهر الشهر ده ببلاش او تدور ببلاش لكن ما تدخلش على جرافات الجراف هو اللي بيسهلك وقتك ومجهودك النهاردة احنا بنستهرد بعض التطبقات اللي ممكن تسهلك وقتك ان هي تسعف معاك الوقت وتوسلك للي انت عايزه بأسرع بأسرع طريقة فالقصد من الامر هنا ان انا جبت المراجع بتاعتي وجبت الافكار البحثية وحلت المشكلة البحثية بتاعتي بكل ما هو متعلق بيها بأسرع وقت ممكن أسرع وقت ممكن طيب انا كده خلصت الابحاث والدراسات السابقة انا عايز كتب عند مشهورة جدا في هذا الامر لو كتبت فيها الكلمة بتاعتي اللي انا عايزها هو عط روح تكتب الرسالة بتاعتك كاملة او العنون بتاعك لو روح تلاقيته يبا انت سرقها هو عط تعمل حاجة زي دي بيجيلي هنا الأوسر والتايتل والبابلشر والير والبيج واللانجوج والصايز والإكستنشن اللي هي اللي انا هنزل منها الموضوع انا نزلت هنا من تنزيل مباشر تحميل مباشر للكتاب ده طب انا عايز الكتب احدث اضغط على الير هنا اضغط على الير هتلاقي نفسك بقى عندك كتب 23 و24 تخيل حضرتك الكتاب ده رسا ماتنشارش ونازل هنا تمام تخيل حضرتك هيبى عندك ده كله هيبى عندك ده كله طيب لما انا ادازل من وروتلتج وبرسون ودراسة واحدث الابعاة اصبت دراسة دي كتب اه كتب دي كتب الناس اللي بتحب الكتب كتب موجودة واحدث الكتب واحدث الابعاة سبرينجر اشهر در نشر سبرينجر طيب انا خلصت كده الابحاة والكتب انا عايز رسائل ماجستور ودكتوراه عندك open exit OATD ده موقع مجاني بتنزل عليه كل الابحاة اللي انت عايزها ابحاة الماجستور ودكتوراه العالمية الحاجات دي فقه عربي فقه عربي فقه عربي بس الموقع ده ما بيعملش ما بيعملش مفهوش الجراب بتاع العربي لان احنا مش عندنا فهرسة فهرسة للموضوع ماشي طيب انا نزلتها ده تحميل مباشر بقى الرابط ده بتضغط عليه كده يقوم منزل PDF رابط PDF رابط PDF وهنا في روابط مايش PDF انت بتحولها من ABU على اي موقع تحويل من من الامتداد ده للPDF يبا انا كده حصلت التلات مواقع دون تحصلولي على افكار جديدة لو انا ما عنديش فكرة لبحث افكار جديدة او انزل دراسات سابقة او انزل كل الدراسات عن الموضوع ابحث وعوراق بحسية كتب رسالة المجلسر ودكتوراه انا كده خلصت اللي انا عايز اوصله بالنسبة للمراجع والافكار وعشان اكتب منهم الخطة البحسية بتاعتي طيب انا خلصت كتابة عايز اعمل قاعدة السياغة عشان البلاجريز والبرنامج اللي انا هتخط عليه يقسلي درجة الاقتباس بتاعي عندي هنا حاجتين كويسين جدا عندي في الانجليزي مشهور جدا كويل بوت بيعمل حاجتين بيغير في سياغة الكلمة من حيث الجرامر وبيغير في المتراضفات بتاعتها فعندي تغيير لفظي وتغيير في القاعدة المبنية عليها الجملة فقط ما بيضق هو ما بيعمل شي الصياغ في حد ذاته هو بلعب عن نقطة دولت ويبعدك عن الاقتباسات الاشتراك فيه بسيط يعني امورك بسيطة هنا وعايز من غير اشتراك بيقبل الف حرف الف حرف تمام طيب انا انا هاشتغلك على ده بس في اخنا المحاضرة بس انا بس بوريك الاستعراض لهذا الامر على الموقعين دولت سمودين ده بقى مشهور في اللغة العربية بتحط النص هنا وبتضغط ري ريت بيطلعلك النص بتاع اللي معموله قعدة الصياغة الناحية التانية بيقبل دوكيومينتو بيقبل دوكس وبيدي اف كمان بيقبل لغات الف حرف برضو ده المجاني منه وفيه بيشتراك وفيه بيشتراك طيب لو انا ساعدتي نفسي بكل هذا الكم من الادوات ايه اللي هيحصل الرسالة بتاعتي ما زلت ان انا لسه في تجميع المحتوى انا لسه برضو عندي بقى كم كبير جدا من المراجع وعندي سياغة بس لسه انا هستخرجها من المراجع انا لسه هستخرجها من المراجع اللي انا نزلتها طب انا عندي مشكلتين في المراجع دي ان انا ممكن اكون ضعيف في اللغة وان انا ممكن اكون عندي مشكلة كبيرة في الايه في تجميع المحتوى في وقت قصير فاره ااخد كتاب كتاب من على وقرأ وشوف الفهرس وادخل على الموضوع بتاعي ورجع الموضوع وشوفه تخيلها تاخد وقت ديه في الطريقة التقليدية القديمة بتاعت إقراءة ربعمية وطمانتشر صفحة لو هتقرأ يا عسيدي خمسين صفحة منه اللي هو الفصل المقتص بالموضوع بتاعك خمسين صفحة في ميتين تلتميت مرجع يبا كام؟ يبا كتير هياخد وقت دي ايه؟ كتير طيب أنا بقدم لك حاليا حاجة تانية بعد ما انت نزلت ده كله طيب انت منزله بالانجليزي وانت بتكتب بحث باللغة العربية انت في علوم سياسية انت في علوم اجتماعية علوم انسانية ايا كان مجالك انت يا سيدي حتى في زراعة في طب في هندسة واللغة بتاعتك بعافية شوي أنا بقدم لك هنا روبوت بيساحتك في انه يجمع المحتوي ترجمه ويترجمه بحيث ان انت في النهاية وانت بتكتب البحث باللغة العربية تقدر تستعين بمراجع مكتوبة باللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والبرتغالية فتقدر تستعين بمراجع كتيرة جدا 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 من أماكن من أماكن كتيرة وتستعين بيها وتكتبها جوا بحثك طب وانا هقدر اترجم ده في قد ايه الترجمة فورية وترجمة احترافية غير بتاعت جوجل خالص هقدر نعمل ده ازاي احنا عملنا حاجة كويسة جدا انا باحث في العلوم الاقتصادية خدت الدكتوراه بتاعتي من كلية كلية الحقوق جامعة المنصورة في مصر معايا شهادتين مصدر ومعايا شهاد الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة المنصورة وانا ما اعمل في الدكتوراه بتاعتي انا كنت مستاجل على التسجيل طبعا وسجلت الحمد لله وبعدين خلاص دخلت السمينارات وحددنا الخطة وخلاص انا هكتب في موضوع معايا انا عارفه وابوا بفصولي وحكتي معاي نزلت حاولت اجيب اكبر كما ممكن من مراجع الورقية الكلام ده في 2011 و2012 جمعت الشكاير شكاير اوكي يعني كم كبير جدا ما يقرب التمنمائة مرجع ورقي كل ما كنت بروح اسكندريا او روح القاهرة اجيب مراجع من كليات مختلفة انا نفتها على حوالي 40 مكان ويتصور وتطبع 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 تكلفة ضخمة جدا ومجهود ضخمة جدا الناتج النهائي ان انا جيت احط ده كله في قضة واحدة الحجرة دي بقت حجرة كانت جميلة جدا بالنسبة لي فيها المكتبة لما بدأت ان انا خلاص هستعد ان اكتب الحجرة دي تحولت الى مكان كائب جدا ومحبط جدا بقت مجرد ان انا اشوف بس الكتب المرتوسة على الارض لغاية لغاية السقف كده وانا مش قادر انا هقرأ ده امتى وازاي وهاخد منه قد ايه وهعمل ايه بقى الموضوع محبط فالفكرة طلعت من هنا جماعة الفكرة طلعت من ان انا مشكلتي في ان انا اقرأ هزا الكامل المعلومات اللي فيت اقراضات ونقلين من بعض عشان اطلع نوتس معينة من كتاب بحاله ومش عايز منه ولا صفحة او تلات اربع فقرات فالفكرة جات ان احنا نعمل روبوت يساعدنا في ان احنا ننقي ونجمع ننطقي ونجمع الافكار دي كلها في ملف نعمل منه رسالة الدكتوراه الملف ده مش هو رسالة الدكتوراه بتاعتي لأ ده انا لسه هكتب منه بس بدل ما كنت هقرأ خمسين الف صفحة مجموعة تمنمائة مرجع او اكتر من خمسين الف صفحة انا هقرأ خمس تلاف صفحة بدل خمسين هتقرأ خمس تلاف صفحة هتاخد لك فيهم على قد ما انت تاخد برحتك على حسب قدرتك كل فقرة هيكون معاها التالي بص حضرتك ده الناتج بتاعنا في سكوبا وطبعا هنعرفكم الموضوع دك ازاي بس ده الناتج اه اه بسم الله نحن نتناول موضوع هندسي وموضوع اجتماعي النهار ده ما تيلوش صبرا لا ياسر وطبعا هنفتح كل باب الاسئلة بس نخلص بس باب الاسئلة وكل الناس اي حد عايزي سعر عن اي حاجة يتشرف وبابعا ده بالتعاون ده اساسي فلوما دخلت هنا الخلاصة ايه انا كتبت الموضوعات بتاع الخطة بتاعتي كلها للابواب الفراعية والرئاسية كلها وبعد كده كتبت رفعت المراجع اللي انا عايزة استعين بيه عشرات المراجع وكل مرجع جنبه تحوينه من بدي اف في الورد بيتحول من بدي اف في الورد بعد كده البيانات كلها بيه النتيجة النهائية ايه هبارة عن فانوان انوان بيحمل بس النت عندي انوان تحته فكرة الفكرة من المرجع ده من الصفحة دي اللي هي الصفحة اللي هو شاور لي ان الموضوع جاي منها اه شايف عامل لي حتى على هايلايت بالاصفر فهو بيعمل الدور اللي انت بتعمله انت بتعمل هايلايت كتير لابحاث كتيرة بتعمل هايلايت هو بيعمل الهايلايت ده طيب فيه عنوان تاني طب انا العنوان ده انا عايز اكتب بحس بالانجليزي واستعين بمرجع عربي مفيش اللي المرجع العربي ده وطبعا العكس لو انا ضغطت على هنا دي الترجمة دي اللي الترجمة دول اللي انت عايز تترجمه عربي والانجليزي والفرنسي طب انا عايز اترجمه انجليزي الترجمة تمام دي الترجمة الانجليزي طبعا والانجليزي بيترجم العربي والفرنسي بيترجم العربي انا بس بوريك وهنوريك ده دلوقتي طبعا انا عايز ترجمه الفرنسي دي فاكرة تاني فبقى عندي محتوى تم اختياره لي فبقيت هاخد المحتوى ده مع الفقرة دي وده كله هينزيلي في ملف ملف وورد وكل ما ما انا شغال معاه بتحاور مع الربط بقوله انا عايز العنوان ده من المراجع دي كلها فبقيت تمام ملقيتش تمام برضو اما زود مراجع اما احور في العنوان واكتبه زي ما احنا عملنا في جوجل كده اللي هو انا عايز عنوان تاني متراضف معاه او متناخد معاه واشوف النتيجة هتطلع ازاي وهو كده كده بيقرأ النتيجة من الجلدة للجلدة فهذا الموضوع العربي فيه الموضوع الانجليزي طيب الكم المعلوماتي اللي انا وفرته مع الوقت ده هعمل بي ايه هجود في الاطار العملي طب هو سكبت معايا في الاطار العملي اه في ايه بقى سكبت معاك في كل مراحل بحثك انت بتكتب المقدمة ازاي المقدمة دي عبارة عن حاجة يعني عاملة زي الأمعة عامة وبعد كده بتنتهي الخاصة تمام فايه المواضيع اللي انت ناوي تكتب فيها في المقدمة 3-4 نقط اكتب له 3-4 نقط اسألوا عن 3-4 نقط اكتبهم كعنوين وهو هيبحث لك عنهم داخل المراجع دي فيبقى عندك ده تكتب من هالمقدمة بقى عندي انا عايز اكتب الاطار النظري بحاله اللي هي الاسئلة التعريفات والخصيص والابعاد والانواع والاختلافات والتوافقات كل حاجة عايز اكتب عنها الا ايها موجودة اتناقش مع الروبط طيب انا عايز اعمل الدراسات السابقة ليها طريقة في الكتابة بتاعتها وفي دليل ارشادي لهذا الأمر اللي مش مستوعب معنا او مستمع او عنده مشكلة في الانترنت ما ايهلاش الفيديو هنصوره والفيديو مسجل بالاضافة ان فيه دليل ارشادي بالاضافة ان انا يعني فيه انواع التواصل كلها معانا فما تيهلاش طيب انا وصلت مع حضرتك ان انا عملت الدراسات السابقة انا عايز بقى ايه هيفيدني ايه في العملي وحضرتك مش انت بتعمل دراسة احصائية او تجربة او بتعمل نموذج او موديل او تصميم طيب مع حضرتك السكوبوت هو اللي هينقش لك النتيجة اللي طلعه من الجزء الاحصائي مع كل الدراسات وكل الابحاث اللي انت ربعطاها اصلا مش انت اصلا عايز تقول ان ان النتيجة دي فلان الدراسة الفلانية قالت ان هي مؤيدة ليها او الدراسة الاعلانية قالت ان هي بعيدة عنها او الدراسة اللي اللي اتعاملت قبل منك بعشر سنين ده هي جاية زيها طيب مش انت ده ده اللي انت عايز تعمله في المناقشة سكوبوت هيجيب لك كل ما هو متعلق بموضوعك من خلال انه هيجيب لك من المؤيد له ومن المعارض من الدراسات في انك انت تعمل دراسة كاملة عنه وتشتغل عليه طيب ازاي نعمل كده عن طريق الفهرس انا بدخل على الفهرس وبكتب اللي انا عايزه وبعدل في الفهرس اي حد اي حد هيسجل معنا في سكوبوت النهاردة لو 80 صفحة اي حد اي حد بيسجل عموما لو 80 صفحة يسجل بهم على سكوبوت ويوصل لانه هو يشتغل معنا ويعمل بحثه ويجرب طيب ازاي انت اصلا تدخل على سكوبوت حضراتكم كده من الموبايلات بتاعتكم من الموبايلات بتاعتكم اه هتدخل على الرابط ده اين الرابط ده كمان هيبع عليه تسجيل اه الشهادة تسجيل للشهادة الرابط ده هيبع الشهادة اوه هننزله كتير تمام عدرتك اخروجي وطلعي تاني اخروجي وطلعي تاني اخروجي وطلعي تاني الناس اللي اللي مش واصلها صوت يخرج ويدخل تاني يخرج ويدخل تاني واحنا بنقبل كل الناس هاتك شايفين اه والناس اللي مش عارفة تتواصل معنا تكتب دينا ارقامها واحنا هنتواصل احنا معه معاتي ده ده sign up ارجو ال370 اللي معنا دلوقتي يسجلوا معايا. طب ليه? ايه الاستفادة من التسجيل? حاجتين. ان حضرتك هتلاقي هتلاقي جوه الحساب بتاعك. لو انت هتضغط على هتلاقي اسمك تكتبه باي لغة انت عايزها. ايميلك هيوصلك عليه هيوصلك عليه اشعار من info.atscope.com بتفعيل الحساب بتاعك. بعد كده تختار دولتك مفتاح دولتك والرقم بتاعك واتساب عشان الدعم يتواصل معك وتواصل مع الموقع بسهولة. تخصصك اقرب تخصص ليك. علوم اجتماعية قانون شريعة هندسة. علوم انسانية. تعليم. بعد كده هتكتب باسورد هتدخل بيها على اسكوبوت كل مرة. اليوزر نيم هيبقى الايميل هتدخل بيه كل مرة. والباسورد هو اللي هتدخل بيه كل مرة. اختار باسورد سهل من واحد اللي سبتها وما تتعبش دماغك. هتكتبش باسورد الايميل بتاعك. اكتب باسورد هتدخل بيه على اسكوبوت بعد كده. ودي الشروط الخدمة وساين اوب. مجرد ديقتين هيوصلك تفعيل للحساب. ممكن في نفس الدقيقة. ممكن بعدها خلال دقيقتين. اسمك. ايميلك. الواتساب. التخصص. الباسج. الباسورد. طيب. بعد كده هتخش من لوج ان. لوج ان هيبقى فيها حاجتين. لوج ان هيبقى فيها حاجتين. هيبقى فيها اول خانة. هتتسجل الايميل اللي انت سجلته اول مرة. بعد ما اتفعها للحساب من جوه من جوه ايميلك. بعد كده الباسورد بتاعتك. الباسورد بتاعتك. وبعد كده لوج ان. لو نسيت الباسورد فرجت باسورد. وهيجي لك اشعارة على الايميل بتاعك. سجل. انا بقول الكلام ده ليه? لان في ناس قابلها مشكلة في التسجيل. طيب انا انا عملت الكلام ده. ودخلت اهو. على الحساب بتاعي. هدخله وعربه. اخليه اللغة العربية. وده مش هيتم من على من على لاب. مش من على الموبايل. انت سجل بس. وابقى اخد الحاجات اللي انت اللي نقصاك من على لاب. لاب او كمبيوتر ريعت. عشان الرؤية تبقى اوسح. بصة حضرتك هنا. ده الحساب من جوه. ده الحساب من جوه. هتلاقي في كلمة التدريب. 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 لو ضغطت على كلمة التدريب هنا. هتلاقي تحت كده تحت. هتلاقي فيه المزيد. المزيد. وهتلاقي الفورم. الفورم اهو. بتاع التسجيل على تسجيل الحضور للشهادة. تسجيل الحضور للشهادة بتاعة المحاضرة دي. المحاضرة اللي احنا فيها. اتفقنا. هتلاقي جوه حسابك. سواء انت عملتها دلوقتي احنا مش هنقفل الفورم على طول يعني. يعني ما بنقفلش الفورم على طول. تمام. لكن الفورم مش هينزل على الشات. هو هيبقى على الحساب بتاع حضرتك. طيب. فيه كمان. فيه ديسكاونت اللي بقت للباقة بتاعة الطالب. اللي هي بعشرة دولار. بالكود ده. تمانين في المية. بيت باتنين دولار. او بما يقابل عملتك. العملة بتاعتك في بلدك. تمام. بالكوبون الخاصم ده. تمانين في المية. بس هيبقى واحدة بس اللي عليها. آآ عليها آآ خصم. تمام. كده اتفقنا. الناس اللي هي عايزة شهادة. عليكوا سجلوا بس. سجل عن طريق. الصين اوب. صين اوب على الموقع. وده موجود في الشات حاليا. طيب. انا كده خلصت الجزء ده. آآ دكتور اماني هتكمل. دكتور اماني. آآ عادتك معنا دكتورة. دكتور اماني عادتك معي. دكتور اماني. حاضر هنعيد التسجيل عنه ودكتور عماني تتكلمنا حاضر حاضر حاضرتك هنسجل تاني احنا سجلنا خروج في sign up sign up sign up على الموقع اضطي الروابط دي همسته وضع تاني اول حاجة اسمك ايميلك الرقم الواتساب والرقم طبعا ده مفتاح بلدك بتختار بلدك ده من موبايل من اي حاجة مفيش مشكلة التخصص بتاعك اقرب تخصص لحضرتك الباسورد باسورد هتدخل بيها كل مرة الاميل هيبقيت لك عليه confirmation هتلاقي لك عليه اشعار تسبت نفسك بالحساب عليه بعد كده ده الباسورد وعادل الباسورد تاني ودي شروط الاستخدام و sign up يبقى احنا كده سجلنا هاي انت هتدخل بقى الحساب بتاعك هتدخل على الحساب بتاعك من login ما خلاص كده احنا سجلنا لما تدخل على الحساب هتعرب الحساب هتعربه تمام اعربه منين وده مش هابنوا على الموبايل ده يبابا من علاق انا مش هنقفل الشيت يعني مش هنقفل الشيت بتاع تسجيل فيه هنا تعريبه ها جماعة تلت لغات انجليزي وعربي وفرنسي انجليزي وعربي وفرنسي انت ضغطت على العربي واتعرب اخترت تدريب اخترت التدريب وده مش موجود من الموبايل تاني هتلاقي هما تضغط هتلاقي فيه كلمة المزيد تحت خالص فيها الفورمي الفورمي بتاع تسجيل للشهادة وهتلاقي فيه كوبون خصم على باقة الطالب باقة الطالب اذا احتاجت تشترك في سكوبوت وده شرف لينا يخطط الاسعار لسكوبوت اي حد بيسجل مجاني له 80 صفحة يجرب بيه انت عاست تشترك في باقة الطالب باقة الطالب يبع 10 دولار باقة 2 دولار لو حطتك حطت حطت كوبون الخصم اللي هو موجود فيه التدريب كوبون الخصم ممكن نحطه كمان في الشاتع ده لمدة شهر ترفع 1000 صفحة وليك 25 فقر الترجمة 25 فقر الترجمة الباقات عندنا تدريجية تدريجية من 10 دولار ده شهر و1000 صفحة دي 25 دولار ثلاث شهور وتلاث تلاف صفحة ثلاث شهور وتلاث تلاف صفحة و50 باقة الترجمة 50 فقر الترجمة او نتيجة يترجمهم في باقة سنوية دي بتوفر لك 100 دولار الباقة السنوية دي بتوفر 100 دولار لان بتديك 30 ألف صفحة مش ألف وحدة ألف بعشرة لا ده 30 ألف صفحة لمدة سنة تعمل 70 بحث وترفع 3000 مرجع عادي وبتديك ربعمية فقر الترجمة يعني لو انت عايز تكتب تترجم 100 صفحة هي هتترجم لك أكتر من 100 صفحة كمان 100 صفحة من النتائج مش من المراجع اللي انت رفحها من النتائج طبعا اللي هي الشركات اللي هي الجماعات والكليات دي لها وضع خاص وضع المؤسسات وضع خاص ده بيتواصلوا معنا على كونتاكت وبننتظركوا جمعا للتواصل بإذن الله أي حد عنده مشكلة في التسجيل أو أي حاجة يتلمنا على الدعم كونتاكت أص وموجود هنا الدعم في واتساب مباشر رسلونا على واتساب لو في أي مشكلة هنطحة عمركم دكتور أماني انتحادك معنا دكتور أماني دكتور أماني دكتور أماني دكتور أماني اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة ممكن تمشي عليه طب عايزين ننفذ بقى المشروع البحث ده هتنفذه برضو على سكوبوت وهتبدأ تشتغل في انك تعمل بحث كامل على سكوبوت بانك تدخل العنوين وترفع المراجع وهو يقرأها وجمع جمع لك المحتوى انت محتوىك بالانجليزة او بالفرنسا او باللغة بالالمانية او بالايطالي هو هيترجمها للغة العربية او هيترجمها الى الانجليزة او هيترجمها للفرنسا على حسب لغة المرجع لغة البحث اللي انت بيتكتبه من المراجع اللي انت بتكتب منها الموقع مارن وبيتعامل فهب انا كده اصريت البحث بتاعي بلغات متعددة بالاضافة لو انا اصلا باحث وعايز استعين باكبر كام من ممكن من المراجع علشان هي مثلا مراجع وصائقية ومعتمدة على ان انا ادور في ابحاث اكتر واشوف نتائج اكتر اسكوبوت هو افضل مثال لهذا انك هترفعه في اقل وقت ممكن في دقايق المرجع بيتقرأ وبيطلع منه نتيجة بيتقرأ ويطلع منه نتيجة طيب ايبا هو كده بيرفقك في كل مراحل بحثك وبيكشف لك عن حاجات انت ممكن ما قد تشتقد بلك منها لوحدك تمام وبيحول كل اللي انت بترفعه عليه من بدقيه في الورد فالفكرة الاسية انه هو مجمع للمحتوى من كل المراجع دي في ملف الورد طيب نشوف ده فعليا لو انا هعمل الكلام ده بالعربي او بالانجليزي او بالفرنسي انا هدخل على هلاقي خانة الاولانية هكتب فيها البحث بتاعنا طبعا محضر محضر ملف وورد في كل الموضوع ومحضر كلمات مفتاحية هكتبها ايه ومحدد اللغة باللغة العربية ان انا هدخل المراجع بالعربي والمراجع بالعربي وهكتب الخطة بالعربي فحضرتك انت محدد انت عايز ايه بعد كده هحدد الموضوعات بتاعتي اكتبها كعناوير رئيسية وبعد كده شوف انت عايز يعني انت اكتبها كموضوع رئيسي وبعد كده اضف عنوان فرق انت عايز لما تكتب قنوات تأثير التعريم على الجريمة هو انا عايز من الروبوت يجيب لي ايه انا عايز يجيب لي يقوله ايه ما هي انا هكتب له انا انا هشرح للروبوت انا عايز منه ايه انا العنوان ده ده عنوان اهو رئيسي حتى لو هو عندك في الخطة عنوان فرعي اكتبه رئيسي برضه واكتب بتاعته انت عايز من الروبوت ايه منه ما هي القنوات طيب بصوا يا جماعة احنا هنكتب الخطة كعناوير رئيسية حلو وبعد كده هنفهم هنقول للروبوت ان كل عنوان انا عايزك تجيب لي منه كمان حاجات حاجات بمعنى ايه انا جايب هنا التعليم واثره على الجريمة ممكن اعوز تعريف التعليم ممكن اعوز تعريف الجريمة طيب انا انا عندي التحليل الاقتصادي للجريمة طيب ما معنى تعريف التحليل التحليل الاقتصادي الاقتصادي للجريم تعريفه طيب انا عايز ابعد ابعد التحليل الاقتصادي للجريمة طيب انا عايز عايز اعمل دراسة سابقة دراسة سابقة للتحليل الاقتصادي للجريمة هاخده كده هعمل ده متغير من المتغيرات عايز اعمل له دراسة سابقة هاخده كعنوان رئيسي واكتب تحتك كلمات الاساسية اللي موجودة في كل الدراسات اللي هي ايه انت لما بتيجي تعمل دراسة سابقة بتقول ايه بتقول هدفت دراسة فلان صح الى واستخدمت استخدمت المنهجية الفلانية والعيينة الفلانية وتوصلت دراسة كذا الى صح؟ وبعد كده بنكتب نتائج او توصيات دراسة كذا صح؟ اكتب انت الكمس كلمات ده هم توصلت حلو فيه هنا فيه هنا اهو في الكلمات في الفاك الفاك دي اللي هي اهم الاسئلة او الاسئلة المتكررة فيه روابط لاماكن تجيب منها مراجعة بالعرب وبالانجليز والفرنسي وبلغات متعددة وتحت تحت كده هتلاقي فيك كلمات المفتاحية اللي انت تعمل بيها الدراسات السابقة اللي تعمل بيها الدراسات السابقة وهتلاقي كلمات مفتاحية ايه انت اخد كوب بيست يعني انا انا بقولك ايه مسهل لك انا الموضوع واجايبها لك طيب لما انزلت تحت هلاقي التابل انجليزي هتنزلت هنا تلاقي بالفرنسي طب تعالى كده نكمل تعالى كده نكمل على سكوب التاني انا كده عملت دراسة سابقة لمتغير فكده كل الدراسات السابقة اللي موجودة في كل المراجع اللي انا رفعتها هتجيلي تحت العناوين دي طب انا عايز انا لقيت انا لقيت نتيجة من النتائج نتيجة من النتائج النتيجة دي عبارة عن ايه النتيجة دي عملت انا دراسة احصائية وهكتب هنا هيك نتيجة فنتيجة دي طلعت مثلا هناك علاقة طردية علاقة عكسية بين مستوى تعليم ومعدلات الجريم حلو دي نتيجة من النتائج انا عايز اناقشها فانا بقول لسكوبوت نقشني فيها نقشني فيها ازاي اكتب له بعض الكلمات المفتاحية اللي هي توجد علاقة مش ده اللي موجود في كل النتائج لا توجد علاقة يوجد اثر هي العلاقة والاثر والفروق والدلالة يوجد اثر صح اثر توجد دلالة تمام توجد فروق تعال هبقى كده نشوف الكلام اللي احنا كتبنا ده طبعا انت هتكتب نتيجة نتيجة كده هتعمل النتيجة التانية وتعمل تحتها الاربع كلمات دم هل الكلمات دي انا هجيبها من دماغي ما هي موجودة هي موجودة انقلها بس حضرت طيب تحقا كده نجرب بقى نشوف النتيجة هتطلع ازاي هنعمل حفظ طبعا كل حاجة بتعمل لها حفظ وكل حاجة ممكن تعبدالها وتشيلها تاني ماشي نعمل تعديل اهو ادخل وشيلها تاني امورك بسيطة تمام احفظ تاني حفظناها طيب انا وصلت لايه بقى ان انا عايزة ارفع المراجع اللي هو هيجيب لي منها العناوين دي فيه اضف مرجع المرجع عبارة عن ايه اسم المرجع اسم المؤلف اللي هي البيانات بتاعته ثめ canady النهائ shaken ان ارى بقى اشترك را说 شكراよ انه اقول مرض lud ان någon اجهد انه؟ انه راه انهت انه معاك يا دكتور فاحنا هنا دخلنا اسم المرجع واسم المؤلف انا بقى بنصحك تكتب كل التسيتيشن تكتب اسم المرجع واسم المؤلف وتكتب بالسيتيشن اللي انت عايزه اللي هو في معظم جماعاتنا العربية هتلاقيه ايه بايه اكتبوا ايه بايه اكتبوا كده زي ما هو طيب انا انا اكتب فوقك مش هكتب تحت املى بس المكان اعمل شرطة او واحد او كسا طيب بعد كده هسحب الملف بديف هسحب الملف بديف لو انا محدد له محدد له العدد المراجع ايه حطيتها في فولدر على الموبايل او على الكمبيوتر او على اللاب هسحبه بديف هتسحبه او تضغط عليه كده بيطرفه وتعمل مرجع مرجع كتب ابحاث رسائل زي ما انت عايزه طبعا انا محدد اللغة قبلها وحفظ وما تستناش كمل سيبه يرفع براحته واعمل اضافة مرجع تاني بحيث ان انت ساعتين هتقوم رفع مية مرجع كل مرجع هيتعمله بروسيسنج وهيوصل لبروسيد مية في المية او استكمال لو ضغطت على عرض هنا لو ضغطت على عرض هتلاقي البدييف اللي انت رفعته جنبه الورد اللي هو هتحول له جنبه الورد كل المرجع اللي بتترفع بتتحول اتفقنا بعد كده هتلاقي فيه بعد ما يتم الرفع هتلاقي فيه ايدت لو ضغطت على ايدت وانت عايزت تغير العنوان او انت انسيت حاجة او تلغبطت او كده لان العنوان ده اللي هيطلع لك تحت النتائج اللي هيطلع لك تحت النتائج وتسيف عايز تحذف المرجع بحاله ورفعته غلط بس طبعا هو هيتحسب من الباقة هيتحسب من الباقة ومش عايزه يزهر لك في النتائج remove يبا انت عندك كل الخيارات تعمل بيها اللي انت عايزه طيب انا خلصت المراجع المفترض انا عايز نتائج هتلاقي النتائج اتفعلت وهتلاقي فيه سيناريوهن للنتائج تمام سيناريو ديق سيناريو واسع حيث انه يديك خيار انك تجيب كل اللي انت عايزه الموقع ما نضطل هتلاقي يود اللو حقا الموقع نتعلم الدعو طيب انا كده لقيت النتائج ايه تعليم اهو انزل تحت انزل تحت الحديتين الجداد اللي انا لسه عاملهم اللي هي ايه اللي هو الدراسات السابقة تعال كده نشوف هو جاب فيها ايه انا كده كده رافع المراجع قبلها تعال كده نشوف بص حضرتها مش ده تحليل الاقتصاد للجريمة اللي انا كنت رسه عامله هدفت وكتب له العنوين لما كتبت كلمة هدفت دراسة عن التحليل الاقتصاد للجريمة جاب لي ايه جاب لي دراسة الخوالدة الفين واثنين والتي هدفت الى التعرف على العوامل المؤدية للجريمة وبان ايانة الدراسة بان هناك ارتباطا بين البطالة وكذلك الفقر في ارتباط الجريمة وكذلك زيادة عدد السكان وكذلك وكذلك من المرجع ده هم من الصفحة ده وقام جايب لي الصفحة جوه المرجع لو انا عايز ادخل اقرأ المرجع كله الفقرة اهيه مع ملاها هايلايتت بالاصفر والفقرة اللي بعدها هي لو انا عايزها هي كمان واللي قابلها هي والصفحة نفسها اللي قابلها اهيه لو عايز اتصفح فيها زي ما انا عايز سكوبوت كده عمل لك البحث لا هو بيساعدك بيساعدك هو مطابق للمعايير الاكاديميه هو بيساعدك طيب انا عايز اشوف تاني فيه خوالده ده الفين واثنين فيه خوالده تاني عمل دراسة فيه الفين وخمسة طيب فيه تقام عمل دراسة تمام بعد كده استخدمت بعد كده توصلت بعد كده نتائج طب تعال كده ننزل لناقش النتيجة هناك نتيجة هناك علاقة عكسية ما بين كذا فيه حاجات متقررة هنشيلها فيه حاجات مش تبعنا مش هناخدها اختار انت اختار الامر يعود لك انت بتوجه سكوبوت وبعدين بتوظف النتيج بتاعته على حسب ما انت عايز توجد علاقة اه المعرفة كذا وتوجد تناقضات حول العلاقة المعرفة بكذا طيب ومن امثلك المتغيرات كذا يعترض متغير التعليم في دلة الكذب على كذا طيب يوجد اثر اه عدم موجود اثر لدموق كذا عادة كذا اهو النتيجة اختار بقى اذا ما انت عايز منها انت اللي هتكتب في الاخر مش الروبوت الروبوت ساعدك ووفلك وقتك ومجهودك لكن انت اللي هتبعث البحث التوليفة النهائية بتاع البحث وكل ما تدخل المدخلات كويسة النتيجة تطلع افضل مدخلات بمعنى انك تكتب فيهرز بطريقة مظبوطة زي ما عرفت حضرتك كده تكتب ازاي بالتفاصيل دي كلها وتعمل مراجع متعلقة بموضوعك ترفع مراجع متعلقة بموضوعك وبعد ما تكون متعلقة تكون لها كمان الPDF نضيف مش باهت او مسود او في مشاكل او مهزوز او كده يعني كل ما الروبوت يعرف يقرأه كل ما يحوله بطريقة افضل وكل ما النتيجة تطلع افضل ايب انا كده قلصت البحث ده انا عايز بقى ارفع الارفع اللي انا عملته ده فيه هنا درافتات مسودات بتضغط على المسودة كده بيقولك انشئ مسودة او قاضف مسودة اضافت المسودة هتكون مثلا خمسة المسودة اللي احنا فيها هتبقى خمسة طيب بعد ما عملت المسودة هرجع للنتايج تاني هاختار بقى النتايج اللي انا عايزه هاختار النتايج اللي انا عايزه تنزل لي في الورد انا بجمع ده كله عشان يعمل لي ملف وورد او النتيجة ايه انا النتيجة دي عجباني هعمل ابنت واقول له ايه نزلها لي في الخامس والاهداف دي بالترجمة بتاعتها هتنزل لي في الدرافت الخامس او تمت الاضافة الخامس هننزل نجيب من اللي احنا جيبناه من تحت الخامس اهو خامس انا عايز ده عايز الدراسات دي طب هو ما جابش حاجة يعني انا شايفها بعنية هو ما جابهاش ايبه هي ما هيش اولوية بالنسبة له معايا حتى تكتب عنوان تاني دخل مراجع اضافية جمل شغلك معاه طيب تعال كده ننزل الورد ده هندخل على الدرافت انا كده خلصت شغل النهاردة ومش عايز اكمل اطلع برا خلص واطلع وبكرة كمل الحاجة متسجلة ومتسيبة طيب انا دخلت على المسودات ودخلت على درافت اهي درافت لقيتها هي قدامي لو انا لسه انا مش عايز دي مش عايز ديا انا ازلها في الورد اهو عملت غلط والترجمة ولكن انا مش عايز اهي مسحتها على طول والالجوريزم ايه طب انا فيه الجوريزم تانية انا دي مش متوسعة انا فيه عايز واحدة متوسعة في نتائج البحث فيه حاجة اسمها تارجتد اللي هي ضيقة اكثر برضو هنزل فيها هنزل فيها بعض الفقرات اللي مش موجودة في التانية او اضاق من التانية زي ما انا عايز انا اللي بحدد الامر انت انت بتوجهه وبتوظفه براحتك وبتعمل رسالة المجلسية او الدكتوراه براحتك طيب انا عايز دي. تمام? انا محتاج ده. خامس. طيب تعالا كده نشوفه هو جزء ازاي بقى في المسواد ده. المسواد ده ايه? هفتحها الخمسة ايه? دي لسه عاملينها. بتاعا كده نشوف. دي دي انا لسه منزلها. ودي بعدها. لا ده الارجوزم التاني. ده انا اخترته. ده الارجوزم الاولاني. اللي وسرش الريزل. مفرق لي ما بيني اتنين اوه. معرفني دي من دي. دي من الارجوزم دي ودي من الارجوزم دي. لهم مفرق ما بيني اتنين. هم جمعه هم لي كويس. ومعرفني الفروق. عايز بقى نحمل ده كل وورد. اطلع فوق. هتلاقي الوردة. حتى انت بتعمل توليفتك الخاص. نزل وورد. حمله. اهو. افتحه. ايبقى شكله ايه? الوردة. عبارة عن العنوان الاصلي. عنوان فرعي. تحت الفقرة. والترجمة بتاعته. واسم المرجع ورقم الصفحة. طب لو انا عايزه فرانسيا او عايز الترجمة بتاعته. هتاخد ده مع ده. انت مش عايز اللغة الاصلي. انا عايز الترجمة. زي الفل. اهو. انا عايز ده. اهو. في الاخر بتلاقي الصفحة عاملة ازاي? بتلاقي لستة بالمراجع اللي تم استخدامها في الفقرات اللي انت لسه منزله. لستة بالمراجع كمان ايه? زي ما انت دخلتها. انا كده جبت لك المحتوى بدل قراءة تلاتين اربعين الف صفحة. هتكرأ تلات تلاف او اربع تلاف بس. والكلام ده يخلص خلال اليوم. يومين بالكتير اوى على الموقع. تمام? طيب. كده ده بالعربي. هل ده ممكن ينفع بالانجليز? ينفع بالانجليز وبالفرنسي وبالالماني وبالاسباني. وبلغات متعددة. طيب الكلام ده ممكن يتنفز معايا خلال قد ايه? فاصرها وقت ممكن حضرتك. وش تجرب. هتحلك التجربة اصلا. اه على قدر استطاعتك. لانك تدخل بعض الاوراق البحسية وتجرب عليهم. تجرب عليهم. طيب دي ابحاث ايه? ده بالانجليزي مسلا. ابحاث طبية ابحاث هندسية. خلينا مسلا في بحث معمول بالانجليزي. ده الموضوع هو مكتوب بالانجليزي. وعملين عليه خدنا متغير المتغيرات عايزين نعمله. في كلمات مفتاحية. وتدبينها برضو في الفاك. ده الكلمات المفتاحية الانجليزية. تدبينها في الفاك. اهي. ده اللي تظهر في كل حاجة. بعد كده في. ده ارجاء البروجيكت مانجمينت لزرس. اهي. كلماتي. تمام. طيب. هل الكلام ده. اهيجيب نتايج? بيجيب نتايج طبعا. النتايج عزيمة ايه. دكتور اماني. وحادك معانا؟ ايه يا الله. دكتور اماني. هادك معانا؟ دكتور اماني. هذه بسم الله ماشاء لا هذا قديم صلى يعني اشتركوا في القناة 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 هتراجع الترجمة وتشوفه طيب انا عايز احمل ده كله نفس اللي ما عملته في المرة اللي فتر هعمله هنا هلاقي فيه المسودات ماشي هنعمل مسلا اضافة مسودة ده تبقى اتنين معنا هين هتروح للنتائج تاني نتاقي نتاقي البحث عمل بس هم لبس الان انا عايزي النتيجة دي عايز دي ودي بالترجمة بتاعتها بتنزلك الحاق الحاق باعه اهو تمام اهم طب انا عايز اراجع ده كله اشوفه ادخل على المسودات ده رفت اتنين افتحها موجود اهو لو قصت شيل منها حاجة بمنزلها ده الكوبي بتاعنا ده الكوبي ودي اللي غريت ما اللي نزل منها والترجمة العوامل التنظيمية والفنية والمشروعات والشخصية والعملية يتكون استبيان من اربعة اجزاء واؤلاء هم معلومات ديمغرافية او عامة بها الاستعداد لتنفيذ ادارة المشاريع الرشيقة جي من ممارسة ادارة المشاريع الرشيقة ده العوامل النجاح وقد اجاب هذا البحث على سنة الاسئلة الاول كان ما هو اهم التغييرات والتحديات التي وجهت شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية الرغبة في تبني ممارسات ادارة المشاريع الرشيقة والثاني ما هي اهم عوامل النجاح التي لها تأثير قوي على نجاح المشروع في فلسطين استخدموا مزيجا من مراجعة انا بقرأ لك يعني جزء من الترجم مزيجا من مراجعة الادبيات والمنهجية ومنهجيات الاطار الدلال لبناء ما قالوا انه تعريف كامل للرشاق تعريفه المقترح هو كما يلي دي دراسة كونفيرت ايطال ناشي اجيلتي في 2016 هي قدرة فرق المشروع على تغيير خطة المشروع بسرعة كاستجابة لاحتياجات العملاء هل دا عايز اعادة الصياغة؟ الترجمة دي عايز اعادة الصياغة انا بقرأ قدامك هوا انا بترجم قدامكم وبقرأ قدامكم والناس اللي عارف فرنسي معنا من الجزائر او اللي عايز اللي عارف معنا فرنسي ياريت لو يترجموا حاجة زي دي ده انجليزة او ده فرنسي او الناشي هتلاقي هنا في حاجات متغيرة وهتساعدك كتير 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 ان شاء الله انا هنزل دا كله وهشوفه مكتوب ازاي يلا الورد نزله افتحه الى ملف الورد هينزل كالتالي ده العنوان الفرعي ده الرابط ده الفقرة وده الترجمة بتاعتها طيب انا عايز حاجة تانية بحسي تاني الفقرة اهي الصيتيشن كامل اهو بالرقم الصفحة وده الترجمة انا لو بكتب بحس بالعربي هاخد ده كده كده بس وهاخده معاندي اللي هو الترجمة بتاعت الفقرة اللي انا محتاجها مع الصيتيش بس وشكرا طيب كده خلصت هرجع في الاخر خالص هلاقي المراجعة كلها لستة مكتوبة لستة بانا كده توصلت الكل اللي انا عايزه وضيقت النطاق اللي انا ابحث فيه طيب خلصت انا ودخلت على الفقرات دي لو انا عايز اخد ده اعمل له اعادة صياغة فكويل بوت يساعدني كويل بوت اهو هدخل هنا هعمل برافيز هيعمل لي زي ما انا قدت لك اللي هو اعادة اعادة صياغة للمطردفات ولي الازرع ده اللي هو الجرامر طب انا عايز بالعربي انا عايز بالعربي ايه حاجة عندنا بالعربي الترجمة نفسها مش محتاجة هي ترجمة نترجم فيها يعني هنعمل فيها ايه هي ترجمة ايه كده فقر عربي مثلا من النتائج اللي طلعها من النتائج مش من الترجمة الترجمة مش محتاجة المفترض يعني لو خدنا دي مسلا اهو وروحنا لي اهو عشان يعملين على الصياغة بالعربي وعملنا طبعا انا مش عجل عليها على طرق مجاني فهيبضل بقى ايه يجيب لنا حاجات من دي هيتطلع نتيجة ان شاء الله اهو تم استعراض العديد من الجهود البحسية العربية ويتم استعراض عدد من الاعمال البحسية العربية والاجنبية طبعا انت عليك تقيس ده وانت تشكل بلا جريز ببراحتك تمام نزل وورد او بد اف يعني هو كل شوية بيعمل خيارات جديدة المواقع بتتطور يعني زي ما احنا ما كانش عندنا فرنسي السنة اللي فاتت بقى عندنا فرنسي وبقى عندنا ترجمة هانش موجودة السنة اللي فاتت ففي تطوير مستمر نرجع تاني حضراتكم سجلوا معنا ودخل باللغة العربية وفي خصم على البقت الستودنت لكل اللي احضر معنا النهاردة 350 شخص وصلنا ل370 بعد كده نزلنا هو شرفونا الناس اللي حضرت واللي عايز الشهادة موجودة جوه الرابط بتاعها موجود جوه الحساب بتاعك على سكوبوت ان شاء رب بتسجيلكم ونفتح ان شاء الله باب الاسئلة ويا رب تكون الدكتور اماني جت الدكتور اماني احنا شركة برمجة مصرية لها اجتهاد في زكاء الاصطناعي اجتهاد في الزكاء الاصطناعي بنحاول ان احنا نوصل كتير من الباحثين عن طريق الدورات وعن طريق البرتنرز معانا هنا جامعة كنا فيها في الجزائر اليوم الاثنين وثلاثة اللي فات الاتحاد الوطني اللي فات في الجزائر كمان معانا بجاءنا مع مركز البحث الزراعية جامعة اسكندرية جامعة ستة اكتوبر جامعة الافراسيوية جامعة غرناطا جامعة الامريكية المفتوحة جامعة تعز جامعة الليبية العلوم الإنسانية جامعة بني واليد في ليبيا جامعة طرابلس في ليبيا جامعة السيود في مصر كادمية منصة افاد جامعة المسيلة جمعية تفكير الثقافي في الأردن جمعية بي سي ار جمعية تي كريت المعال العالي كلية التخصصية الحديثة العلوم الطبية والتقنية في صنعاء في اليمن جمعة وهران جزائر جمعة مستغانم جزائر جمعة المستقبل القاسم بالسعودية كلية الطب جمعة انشامس إن شاء الله هنكون قريب في عماكن تانية وهنعلنها وهنقول على البرتنر هنا أي حد محتاج مننا بيانات عن الموقع بيانات عن إن احنا نعمل مع بعض بارتنر يشرفنا على الكونتكت يتواصل معنا أي حد في مشكلة في التسجيل أو في مشكلة في أي حاجة كلمنا على الواتساب هنرد عليه نفتح باب الأسئلات نتكلم مع بعض ونتناقش أنا برحب كل الناس كل الناس يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الانترنت عندها والانترنت عندها الذي ضعيف المراضي ما تشعرف في ايه نترقى لأسئلة الدكتور رائد أتشرف بحضرتك انا فتحت ان انت تفتح الميوت براحتك السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته أسهد الله مسائك دكتور ومسائل الحضور جميعا شرفنا بيك قد حياك الله أنا رائد السوال من طالب دكتوراه في جامعة صفاقص في تونس مستوى السنة التونية في الديجيتال ماركيتين بالتسويق الإلكتروني والتسويق الرقمي رائع صراحة أن إنجاز مهم جدا لكل باحث وتشكروا على جهودكم الخيرة في هذا الموضوع عشان أختصر بالسؤال السؤال الآن بالنسبة للمراجع التي تم تحميلها هل المراجع أكون أنا قد حصلتها سابقا وحطيت على جهازي أحملها على المنظومة تلسكوبت ولا تلسكوبت نفسه ممكن يحصل لهذه المراجع والله يا دكتور إحنا هربنا من هذا الأمر بأن حسابك مقفول عليك ارفع أنت المراجع ويبحث فيها زي ما أنت عايز نزلها على الإنترنت وبعدين نرفعها على سكوب تمام 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 تشكرك يا دكتور شكرا دكتور رحمة سجل بس حساب معنا السلام عليكم عليك السلام السلام عليكم عليك السلام عليك أنا الدكتورة نيها من جامعة جهوك أقليم كورتستان العراق تخصص لينجويستيك خليجة دوشلند ممكن حضرتك توضح لنا أولا شكرا جزيلا عن مجهودك الرائع في تقديم هذه المحاضرة القيمة ونتشرف بالتعاون معكم إن شاء الله وأنا يعني استفدت جدا ولكن عندي مشكلة عندي كتب كثيرة لا أعرف كيف التصرف معها يعني مكتبتي مليئة حتى يعني أحيانا كما ذكرت يعني عندي يصير عندي اكتئاب من أدخل المكتبة نعم نعم والله حتى الطلابي من يجون عندي يعني يصيرون يعني يخافون يقولوا واو شنو هذا لأننا كثيرة القراءة صراحة فيعني هذا البرنامج يقدر يساعدني طلابي في البحث إنه هم يعني يدخلون أي كتاب يعني حتى للترجمة يستفادون منه وشكرا جزيلا فحضرتك أستاذا نعم نعم أنا دكتوراه بي أج دي دوشلاند برلين يونيفرسدي ما شاء الله ما شاء الله حضرتك أستاذا عملتي كم بحثي في حياتك تقريبا لحد الآن أنا عندي 25 باللغة العربية طبعا أنا باللغة العربية جدا وبالإنجليزي والدويتش بدلت في كم سنة تقريبا خلال 8 سنوات يعني أنا جدا يعني مجغولة يعني ماشي ده قيمة بحثية عظيمة يعني مجهود كبير مشتركين يعني لي أصدقاء في الجزار وفي تونس أيضا تحيات لهم نعم حضرتك ممكن ممكن 25 بحث دلوقتي تكتبه في كم شهر لا مش أنا اللي كتبتهم بواحدي يعني إحنا تتجعل أنا مكلمك على المجهود مكلمك على المجهود نعم اللي ممكن كان يتامل في 8 سهوات ممكن يتامل في شهرين 3 ده اللي أصدق إن حضرتكم نعم نعم مجهود جبار يعني أخذ مجهود يعني تعفت أنا يعني كمجهود فكري 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 قصدي أيها أنا فاهم أنا أصدق أن الأدوات البحثية اللي إحنا استعرضناها النهاردة ممكن تضاعف إنتاجنا البحث بسهولة نعم وتسهل معنا كتير جدا من اللي إحنا عايزينه يعني بالوضع يعني هاي بتسهل يعني مش يعني يعني في السنوات السابقة يعني خلال 15 سنة السابقة يعني البحث يبدو المجهود يروح كما ذكرتم في بداية محاضراتكم يروح على الجامعات يجمع المصادر وال يعني مراجع يتعب بس هذا البرنامج يعني إحنا نتشرف لو يعني تنطي محاضرة لطلابنا حتى يستفادوا يعني نتشرف أنت تشرفنا في قليم كردستان لأن جامعاتنا نوعا ما لنا تقنية إحنا كلنا يعني نستخدم تقنية التكنولوجيا دلوقتي كويس جدا طب ما حضرتك ممكن تنسائي معنا هذا الأمر أنا راقمي إن شاء الله إن شاء الله يعني والله ياريت ليتشرف و وممكن نعمل إحنا الموضوع ده عندكم بسهولة يعني إن شاء الله بالمناسبة أنا قبل شهرين كنت في مصر في القاهرة إحنا مقرين في مدينة مصر أيها أنا كنت في جامعة عين شمس يعني دائما أجي المصر خلال يعني هاي مرتين أجي يعني ويعني شفت التقدم العلمي الحاصل على مستوى البحوث يعني استفادية الصراحة يعني الخبرة ده شرف كبيري نفن وأشكركم جدا على مجهودكم ويعني مجهود جبار أنتم يعني ما شاء الله عليكم يعني ما قصرتو ما قصرتوش الله يرضى عنك دكتورة شرفتين شكرا جزيلا حتى ما أطول أخلي سجلي معنا عن سكوم إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور اللي عايز اللي عايز رابطك عليك السلام ممكن سؤال لسؤال ثانية واحدة بس عن إذنك اللي عايز رابط الحضور تسجل في الموقع جوى الموقع موجود الرابط بتاع الحضور أهو موجود عايزينكم بس تبوا معنا موجود موجود رابط الشهادة بس ما تفتحش من الموبايل أنا هسيبها لك البكرة يعني أنا هسيب لك الفورم البكرة الفورم موجود تفضل دكتور اللي حدك تفضل محمد غالف سلمان جامعة صنعاء مهندس وباحث في مركز المياه والبيان ماجستير إن شاء الله بن ناقش هذا الأسبوع يا هلا وبدأت مسالة الدكتورة إن شاء الله خلال أشهر الله يصلك أمرك أولا هو فعلا نود أن نشكركم فعلا على مثل هذه الدورة وهذا إنجاز مصري صراحة لأنه تم تطوير على أيدي مصريين فأيضا عندي خلفيها في البرمجة فشفت موضوع برمجة الإي آي ما دام نتج عن يعني الشعب المصري أم مصر أم الدنيا فما دام هذا إنتاج ويعني إنجاز عربي يظاهي ما ما يوجد من أدوات اللي مثل الذكاء الصناعي في الدول الأخرى مثل التطبيقات الموجودة فهذا لكن نريد أيضا بعض الميزة بإمكان وفي بعض الأسئلة أولا أنا طلعت على المحاضرات الموجودة الاكتباسات بالطريقة الموجودة الآن تعتبر شوية كديمة شوية لو مثلا تعملوا زي المندلي الاكتباس مباشرة من جوجل سكولر تعملوا اكسينشن وبحيث أنه تأخذ المراجع مباشرة إلى السكوبس هذه مثلا هابو العربي نحل العربي زي بشمنت الموضوع الثاني الإشكالية الثانية بشمنت السماني سماني معك نعم نحل موضوع العربي ازاي مش مشكلة في موضوع العربي مثلا عشان انت عشان انت مجالك انجليزي الكطاع العربي بص بشمنت يوجد مراجع على جوجل سكولر موجود مراجع بس الكتب العربي مش كل المراجع العربي كل المراجع العربي فهو مشكلة كبيرة على ذكر زي ما انت عارف المجال المجال الذي هو يعني مجال التطوير انا اتكلم على مجال التطوير انا اتجرف ايضا اسكوبس قبل ما نحضر المحاضرة هذه من قبل موضوع انك ترفع مراجع موجودة السؤال الثاني هو هل تستخدم المعلومات الموجودة الذي تم رفعها في مسألة تطوير المودل الخاص بكم بمعنى ان البيانات اللي رفعها المشاركون زي الباحثين ستم استخدامها عن طريق اسكوبس بأي صورة او الابحاث الناتجة عن اسكوبس خلاص احنا احنا مش محتاجين نستخدمها لان المراجع موجودة على الانترنت كمان الموضوع ده مش معموله انتونيش هنستخدمها نعمل بقى ايه يعني هم حاجة عندنا ان الموضوع ينتشر والباحثين تستخدم ما فيش استفادة ما فيش أصلا استفادة من الموضوع اللي ابحاث هي الاستفادة الموضوع الثالث هو الحارد بوكس معظم المراجع وخصوصا المراجع الجديمة لو عاوزين نحنا نعمل تحديث لبعض الكتب زي ما قلت مثلا مشكلة العربي كيف نعملها يوجد لدينا مكتبة ضخمة جدا ولكنها موجودة بصورة هبراجية هل يمكن تطوير اداة لمسألة سكانينج مثلا لهذه الكتب ومع بعدين ديجيتالايزنج لهذه الكتب دعم دينا فعليا كل المراجع اللي بترفعه بديف بيتحاول الورد بمعنى انه تصوير مثلا يعني هارد كوبي ممكن من هارد كوبي اعمل منها ديجيتالكوبي هذه السؤال طيب ماذا سهل ممكن انت حاولها سكانر وترفعها عندنا واول ما ترفعها هيتم هيتم تفكيكها شكرا شكرا عايزينك تجرب دكتور وعايزين الفيدباك بتاعك ودخلنا جامعة صنعاء نعم اللقاء وندي كل عضاية التدريس فيها بقاط مجانة لا فيش مشكلة نتواصل معكم على الإيميل ان شاء الله سلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته مع تريد شهاب أحمد من بغداد من العراق ماجستير فنون سينمائية وتنفزيونية اختصاف دقيق سينما و اختصاف فيه معهد الفنون الجميل بغداد ادرس مادة التصوير اهلا بك فضل طبعا الي الشرف اليوم اكون حاضر معك دكتور وطبعا احييك احييك هذه الجهود الجميلة والمفيدة جدا بالنسبة لنا كباحثين وكمتصين بالمجالات الانسانية الانسانية ايضا 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 بس حبيت اسأل اكوفة جزئية تلمت بها حضرتك اثناء المحاضرة حاول التحويل يتحول الPDF الى وورد يعني انا صراحة مجربها هذه الحالة يعني تابقا في الجوجل من خلال جوجل اكوف تطبيقات على جوجل بشكل مباشر يعني انه تحول الPDF الى وورد يعني اصير عندي مشاكل كانت في صياغة الجمل يعني الجمل ما سيطلع مضبوطة يعني نفس صياغتها اللي بالPDF معرف بهذه الطريقة راح تكون يعني افضل يعني النتيجة راح تكون افضل من ناحية صياغة الجمل تكون مضبوطة يعني لغويا نفس اللي موجودة في الPDF لو راح يصير بيها بعض التغيير لا انا مش هعرف اقول لك احنا عايزين نجرب ايه رأيك والله يعني حاليا فيش احسن من التجربة انا اقول لك ان انا كويس بس انت اللي هتقيم مش صح اها صح هدخل اعمل حساب وجرب طيب انا اعمال حساب يعني حال ودخلت يعني لكن المشكلة انه الرابط ايضا ما حصلت علي يعني ما دي سهل احدك شغال من اين من موبايل طب سهل افتح من اللاب وانا مش هقفل مش هقفل البتاع اللي بكر معك اللي لاب حاليا براحتك اه تمام من داخل حسابك حول الحساب للغة العربية حول الحساب للغة العربية بعد ما يتحول هتلاقي في كلمة التدريب والتحويل او عربي براحتك خالص من لاب توب او من كمبيوتر اللغة العربية واختر التدريب هندخل تاني اختر اهو اللغة العربية عربية والتدريب تمام هتلاقي تحت في الصفحة كلمة المزيد اه المزيد ايه هتلاقي الرابط اهو اخده اهو افتحه موجودة تند انسا هتحضر اهو الامورك بسيطة فتحها مش مطلوبة الايميل اللي هنرسلك عليه الشهادة واسمك باللغة الانجليزية نكتب لك الشهادة وصمت الامور بسيطة واللي عنده اي مشكلة يكلمنا على تحت امر على الواتساب نتناقش بس الامور بسيطة ايه انا دخلت على الحساب دخلت على الحساب بتاعك تمام من 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 اللاب لا في حد تاني بيسألني يا دكتور دخلت على العرب عرب ايه بعد كده دخلت على كلمة التدريب التدريب اه حمل حمل اهو على ما بيظهر على ما بيظهر في كلمة المزيد في الاخر بسيطة من اللاب او الكمبيوتر وهتلاق التنزل التنزل فورم لينك او خد الفورم افتحه خده كوبي افتحه هنا تمام تمام شكرا شكرا ديدي يا ريت تستضيفونا عندكم ندي كل جامعة بغداد بقاط وتجربوا معنا نفسينا ندخل العراق من اوسع ابو ابو يتشرب بكم شكرا شكرا لك دكتور نتشرب بك السلام عليكم عليك السلام عليك السلام عليكم مع حضرتك عليك السلام معكم معك الطالب والاستاذ البحث جامعة ستيفتنين والجزائف يا هلا يا هلا واشركم الاخل كريم بارك الله فيكم على المبادرة ان شاء الله هذي اول لقاء ان شاء الله معكم ان شاء الله انا انا عندي ثلث اسئلة السؤال الاول انا اريد اطرح الاسئلة مباشرة حتى نستفيد السؤال الاول ما هي نسبة الاقتباس واستعمال البرامج الذكاء الاستناعي في البحث العلمي اي النشر المقالات والبحوث استعمال البرامج وانا تحدد نسبة المقال من ناحية استعمال البرامج ذكاء الاستناعي ذكاء المقال فيها النسبة المسبوح بها سؤال ثاني هل البرامج يساعد البحث في التخصص تربية البدنية ورياضية يعني هذا البرامج يعني عنده اهتمام جمع التخصص سؤال ثاني هل الترجمة يعني علمية باقيقة ام لابد من اعادة اعادة النظر مع مدقق لغوي في اللغة الإنجليزية بارك الله صوت غير واضح الصوت غير واضح كده الصوت واضح الصوت واضح ايوا دكتور سامعني الصوت غير الصوت واضح يا جماعة لا طيب ممكن تطلع وتدخل تاني يا دكتور ونهدخلك تاني عشان عايزك تسمعني كويس دكتور محمد كده سمعتني اه اسمع اسمع طيب اول اول حاجة احنا عايزينكوا تستضيفونا عندكم نعمل المحاضرة دي عندكم ونهدي الجامعة كلها بقاقات من سكوبوت فياريد تنسق معنا اه ان شاء الله دي اول نقطة تاني نقطة على حسب البرنامج اللي انت بتستخدمه يعني حضرتك ما تروحش تعمل بحث على شات جي بيتي وتسأل على نسبة الاقتباس لكن سكوبوت بعيد عن هذا الامر بتاع الاقتباس لان هو ما قالكش ان انا بعمل لك ولا صياغة ولا بعمل لك بحث انا بعمل لك تجميع فحضرتك اللي بتاخده منها اللي بتاخده منها من سكوبوت النتائج اللي بتاخدها بتعمل لها انتقاء بتختار منها اللي انت عايزه وبعد كده بتكتبها باسلوبك وبتنتقي كل ما هو متعلق بموضوعك وتعمله باسلوبك تاني وتسيغه وتكتبه مرة تانية باسلوبك انت ولكن احنا احنا عملنا لك تحديد للمحتوى اللي انت تاخد منه انا كده جاوبتك على سؤالك سؤال ثاني فيما يخص البرامج يعني يعني يخدم الناشط التربية البدنية ومرافعه فيها اللي يساعد في التخصص التربية البدنية المراجع دكتور احنا شرحناها شرحنا المراجع في اول شرحنا المراجع في اول المحاضرة دي اول نقطة تاني نقطة شرحنا ان اسكوبت مفوش مراجع هو فيه فلترة للمراجع كمان التربية البدنية هي زي اي بحث فيها اطار نظري و اطار عملي اسكوبت يكتب معاك الاطار النظري يجيب لك المحتوى ويخدم معاك في الاطار العملي في المنهجية وفي اي تسأله على النتائج وينقش لك النتائج معاك وهو معاك في كل المراح وعايزينك تجرب شكرا اللحظاك دكتور في انتظارك السلام عليكم عليك السلام عليكم مين هيتكلم أستطيع قديم سؤال دكتورة ليندا حسيني أهلا بك فنم عليك السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة ليندا حسيني باحثة دائمة بمركز البحث العلمي والتقنية للمعركة القاحلة بيئة الجزائر باك الله وفيك دكتور على شكرا أنا بالنسبة لي يا سكوب بوت كنت حضرت معاكم من قبل في نصف أيضا وبالفعل لم تكن هناك في البرامج ترجمة إلى اللغة الفرنسية يعني هانئا لكم دائما كان تحديث لهذا البرامج ونسعد كذلك أنه هناك برنامج لذلك الاصطناع يدعم اللغة العربية احنا عملنا على شانك وفند برك الله أهل فيكم وجزاكم الله كل خير خاصة أهلنا في المغرب أهلنا في المغرب العربي في تونس والجزائر والمغرب قالونا أننا يا عربي يا فرنسي ما فيش انجليزي فأحنا عايزين ندعم الأمر فأحنا لعينا أن كمان أهلنا في إفريقيا عندهم فرنسي وعندنا بيقول أظهر عارفين عربي ببعارفين فرنسي بس فأحنا كمان عشان العلوم الشرعية وعشان أهلنا في الجزائر والمغرب وتونس وفي إفريقيا زودنا اللغة الفرنسية وعملنا الترجمة كمان عشان نقرب الموضوع ونسري ونسري الأبحاث المكتوبة باللغة العربية وكل اللغات الأجنبية يعني الموقع ممكن تستعيني بأبحاث مكتوبة بالأسبانية والألمانية والإيطالية في بحث بتكتبيه بالفرنسي أو بالعربي حاليا على سكوب شكرا جزيلا كذلك هناك كثيرين يعني يتعامون يتكلمون اللغة العربية يعني بأسلوب جيد وتقريبا يعني في الآوينة الأخيرة يعني الوزارة حدثت اللغة الإنجليزية بدل اللغة الفرنسية يعني حتى الجيل هذا اللي راه يعني يتعلم ولي راه يكمل في دراسته كامل تقريبا راح يكون بلغة إما العربية إما الإنجليزية فقط أنا بالنسبة لي سؤال وعندي اقتراح سؤالي الأول هو أستاذ بالنسبة لمكتوب الكود discount card on students 80% يعني يعني إذا هي موضوعة كيف أستفيد منها كيف يعني كيف أطلع الكود هذا والاقتراح الثاني أنا كباحثة بمركز علمي يعني نتمنى كذلك أنه عندكم زيارة لنا أو يعني اقتراح أنكم تقدموا لنا هذه المحاضرة بمركز البحث إذا كان ممكن يعني في الشات يا دكتورة أنت متابعة الشات بتاع الزوم نعم متابعة الشات بتاع الزوم متابعة أستاذ طيب ده رقمي حضرتك رسليني أبعد لك كل البيانات بتاع سكوت ونحدد ونحدد المواعد مع بعض ونعمل المحاضرة عندكم على دماغنا شكرا جزيلا برك الله وفيك وبالنسبة للكود أستاذ الكود بعدتوا لحضرتك بعدتوا لحضرتك حضرتك بتسجلي وبتخش على الخطة اللي هي هاتبه هنا ستيودينت هتسجلي فيها وهتدفاعي الكوبونكو ده هتسجلي هنا بس هتنقلي كوبونكو وكوريكت وبعد كده بتدفاعي بالبيزا أو المسطر كارت هنا هي بقى الدسكاونت تمانية وبقى التوتل اثنين دولار برك الله وبقى ليكي باقة آآ ألف صفحة لمدة ثلاث شهور لمدة شهر وخمسة وعشرين فقرة فقرة من النتائج بيأتي بترجمتها زي ما انت عايزة لللغات العربية الانجليزية للفرنسية زي ما خدك شايف وفي في فايل تعريفي بالموضوع هبعثوا لحسياتك رسليني وأنا أبعثوا لحضرتك كمان في دليل إرشاد للاستخدام ممكن حضرتك هبعثوا لحضرتك تتبعي خطوة خطوة عربي وانجليز وفرنسي وكل حاجة وتحت أمر سياتك شكرا الله فيك دكتور برك الله فيك شكرا جزيلا سلام عليكم انتظار لنه هنعمل موضوع عندكم قريبا ان شاء الله سلام عليكم دكتور سلام عليكم دكتور سلام عليكم معك دكتور لبنى عبدالعزيز مع دكتور العالي الهندس دكتور اهلا بسياتك انا استاذ نساعد في معهد اكتوبر مش عارف هل لو احنا حبينا ان انتم تيجوا عندنا او كاملوها على زوم واتفر انت هتعملها ازاي المحاضرة دية اه اسجل على الكلام دوت على الواتس ولا ااخد التليفون تحت رزاك رقم رقم التليفون او فندم تحت امرك يعني الواتس اللي انا دخلت منه هل اكلمهم فيه يعني اتواف اه سواء على الموقع او الرقم الشخصي الامر بسيط طيب ماشي يا دكتور طب الحاجة التانية معلش انا درمي اه سجلت ودخلت على الموقع ودست تدريب وتمالي التدريب بس الى الان المكان بتاع الشهادة او البيانات مش ظهرة حاجة ولا يهمك اما تعملي ريفريش او قولنا على ال الكونتكت واحنا هنديك الامر امور بسيطة طيب خلص تمام خلص يعني اتواصل محتاتك بقى عن تريل واتس تمام افد تحت امر تمام اشكري جيد السلام عليكم دكتور محمد انس عليك السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بسيادتك متشرفين دكتور مع الطالب دكتورة في قسم الحقوق جامعة تامن غاست يا اهلا بالزميل جامعة تامن غاست اقصى الجنوب الجزائر يا اهلا بالزميل متشرفين دكتور دكتور في الحقيقة ان شاء الله سوف نتواصل مع رئاسة القسم تمام ونتدل مع الموقع لان هناك ايام دكتورالية سوف يعقدها سوف تعقدها كلية الحقوق جامعة تامن غاست في شهر جونفي او في بري وان شاء الله ان شاء الله سوف ننسخ معكم من اجل ادراجكم في الندوة ان امكن او خارج او خارج او خارج حتى اطار الندوة ان شاء الله نتشرف افندم نتشرف نتشرف لنا والشرف لكل عرب انكم اول من اجتهد وعمل موقع ذكاء اصطناعي عربي صرف خالص يعمل بكل خصائص والامتيازات لنا كباحثين عرب ده شرف لنا فاندم شرف لنا مشرفين دكتور انتظارك دكتور ان شاء الله رسلت لك عن طريق الايميل البيانات الرقم يظهر امامي ان شاء الله سوف نتواصل معكم سوف نسعى مع رئاس القسم لكي يكون لنا الشرف لحضوركم معنا ان شاء الله في الندوة الدكتورالية او حتى خارج الندوة الدكتورالية لتقديم المزيد للباحثين ان شاء الله وطريقة البحث بطريقة البحث بذكاة اصطناع الحديث شكرا شكرا لنا اي مكان يستضفنا هنهدي المكان كله بقات على سقوبة يجربوا مجانا شكرا عليكم السلام ورحمة نظرا لان الناس كلها عايزة الرابط احنا كنا عايزين تسجلوا معنا عشان تستفيدوا بالبقات الموجودة فالناس اللي محتاجة الشهادة بدون ما تدخل على الموقع هنحط رابط الشهادات على العشات هيا جماعة وهيتم وضعه ده رابط الشهادة حالك بتسجل اسمك بالانجليزي والإيميل بتاعك وبتوصلك الشهادة خلال اليام إن شاء الله مرحبا تفضل 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 سيادتك معك طالب دكتورة جامعة البوليدة في بيضيح حقوق هو برضو دكتور عندنا ونتشرح في و و و تشرح بالنسبوع في بعض الندوات الخاصة بال سكوبات حقيقة حقيقة يعني رك أديت واجب حقيقي و واجب يعني كنا هنا كما مفروض علينا كلنا متواصل في مجال البحث العلني فقط عندي سؤال فيما يخص الترجمة أيها الترجمة كيف يعني كما نقول أنا ما زلت ما ستمش المنصة نتاعكم حاب نعرف يعني الطرق كيف ندير ترجمة بعض الكتب الإنجليزية ولا لا يعني يعني أنت هترجم النتائج عندنا مش هترجم الكتاب ماشي الكتاب ولا النتائج يعني النتائج مش الكتاب بص حضرتك بص على الموقع دي النتائج اللي هتطلع المفترض المفترض هيطلع البحث كده هندخل على البحث ندخل على النتيجة العربي أو النتيجة الإنجليزية مثلا نترجمها العربي النتيجة هي في تحتها حرف إيه اللي هو رمز الترجمة بتضغط عليه بيبقى متحدد أنت عايز للعربي أو للفرنسي للغة التانية ثلاث لغات أنا هترجم عربي هقوم عامل هيترجمها المفترض دي النتيجة مش للمرجع كامل برحمة دكتور تمام دكتور نعم عايش طيب دكتور في حد بعتلينا من جامعة محمد الأول بالمغرب طبعا ده شرف كبير لنا يا فندم ياريت اتواصل معنا على الرقم دكتور حليمة ياريت يا فندم تنسئين ان احنا منحب المغرب جدا يا في حد كتب علينا بحث في المغرب كمان تعالي طيب سياسيا كيف كيف الحال اتواصل ننزل ننزل كل وصائق الأمم المتحدة المكتوبة عن كل حد في العالم ونستعين بيها بكل اللغات ونترجمها للغة العربية اللغة الغلبانة معنا اللي ما بتزودش فيها هلا من العربي للعربي احنا هزيم من كل اللغات للعربي احنا ممكن نعمل صورة في اسراء اللغة العربية بكل اللغات العالم وترجمتها بيذن الله الشيء الذي لفت انت بي انكم يعني قدمتم شيء عملي لانه اغلب منصات الذكاء الصناعي تقدم لك فقط ترجمة وكأنها متحضية ولكن عملتكم بحكم انه دقيق ومتخصص كل شخص يتخص بإمكان ان نذهب مباشرة ويفتغل مباشرة ومن هذا المنبر سنبقى على اتصال ونقوم بإذن الله بعدة لقاءات مع كليتنا ومع جامعتنا بإذن الله اذا كان لكم ان شاء الله شرف لنا ان شاء الله شكرا جزيلا فيما يقص الأمور تقنية الأخرى ممكن نقشو فيها أكثر أعتقد أن الموقع يحتاج أيضا إلى مزيد بعض التطوير أكثر طبعا التكنولوجيا أندي لسه يا دكتور نعم نعم وممكن إضعفة كل شيء بإذن الله شكرا شكرا نسيتك جدا شكرا شكرا الله شكرا الله شكرا لك شكرا لك ربنا رفعين رأسنا فوق ربنا بارك شكرا شكرا وفقا بإعمل كل بحث لوحده بحيث النتيجة تظهر مع نفسها وشوف الباقة المناسبة لحضرتك بحيث أن أنت بلاش ترفع بلاش ترفع حاجات عامة يعني ما تجيبش كتاب يعني في باقة اللي هي تلاتين الف صفحة بتاعي السنة دي دي تخلص لك رسالة الدكتور بحالها الفكرة دكتور بس السؤال المحيز نعم يا دكتور أنا مثلا هرفع إزاي قدر اختار يعني حطط العناصر الأساسية للبحث تمام كده أنا عادي أبحث على عنصر معين أو نقطة بحثية معينة داخل الكتاب أن كده رفعت الكتاب كل مثلا على الموقع أنا عايز أرفع النقطة دي بس أرفعها إزاي والله إنت عايز تقطع الكتاب أقطعه بس أنا ما بنصحش بدا لكن بنصح أن إنت تطلع ترفع الكتب المتعلقة بالأمر البطرية مباشرة دي نقطة النقطة التانية إن مش معنى أن إنت رفعت المرجع وخلصته أن إنت هتسيبه تمشي إنت ممكن تعمل بحث تاني وتالت على نفس المرجع المرفوعة آه تمام طب أنا ممكن أرفع المرجع لأحط مرجع مكان أو دكتور أو ده مترفع على موقع خلاص لأ براحتك إنت حزيف براحتك لكن هيتحسب من الباق آه تمام كده النقطة اللي أنا أعزي أعرفها برضو تمام تمام يا دكتور تمام شكر السلام عليكم ورحمة الله عليك السلام عليكم ورحمة الله يزال الدورة الله يزي مخير إن شاء الله ما شاء الله موقع جميل وممتاز وضعتم اليد على الجرح خاصة لنا الباحثين العرب في البلدان غير المتكلمة باللغة العربية يعني يمكن وضع السوريين معروف دكتور توزعنا في كل البلدان فقسم كبير منا في تركيا ونحن في الجامعات التركية يعني في أشد الحاجة للمراجع ولهذه البرامج إن شاء الله نتواصل مع الإدارة ويكون لكم لقاء ونتشرف أن يكون لكم لقاء مع الإدارين أنا طالبة دكتورة وإن شاء الله مع قسم الدراسات الشرعية والعلوم الإسلامية واللغة العربية هي جزء منها لكن كله يعني في بيت واحد يعني هذا السؤال الأول إن شاء الله يعني نتواصل معكم ويكون لكم لقاء نتشرف بلقاء أيضا الكاثر الإداري عندنا ذكاتر والأساتفة لتعريف هذا الموقع بطلابنا والقلابنا الشيء الثاني اللي أحبطني أحكي فيه أنه نحن بشكل عام الباحثين العرب نعتمد والمكتب الشامل فيها إمكانية للأخذ منها عن طريق النسخ كما هو في وورد فهل يمكن يعني توصيل الموقع أو جعل يعني شيء مشترك من تنزيل الكتب من الشاملة إلى سكوفوت أو شيء من هذا القبيل يعني فكرتم فيها وفيه إمكانية وهل هناك تقنية مثلا أخذتمها بعين الأعتبار تساعدنا في ذلك طيب أول نقطة إحنا بنرحب بك جدا جدا وكلمينا بس وصل معنا التواصل مباشر وده شيء عظيم بالنسبة لنا ثاني نقطة إن اللغة التركية وجدناها أنها بتعمل بعد التعديل الأخير اللي احنا عملنا بس بتعمل كلغة مكتوبة بالحرف اللاتيني يمكن يمكن تأخذ منها إلى أبحاث بتكتب بالعربي أو بالإنجليز أو الفرنسي حل أهام نعم فحضرتك ده هيفيدك جدا جدا في الاستعانة بالمراجعة التركية في كتابة بحسك بالعربي أو الإنجليز أو الفرنسي يعني ممكن من التركية إلى الإنجليزية وبعدين من الإنجليزية إلى العربية ممكن أيضا هكذا وممكن من التركية للعربية عرطوه آه ممتاز وأنا أقصد أنا أقصد ما فيش تركي تركي لكن لكن في تركي هنكتبس منه يعني هنرفع المراجعة بالتركي وهنرفع الفيرس بالتركي هيطلع لنا فقرات تركي التركي ده هناخد هنترجمه إلى العربي أو الإنجليزي أو الفرنسي نعم كده تمام حلو وكده مناسب ممتاز ده أول نقطة النقطة التانية آآ 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 ما سألت المكتبة الشاملة آآ ده المكتبة الشاملة دي حاجة جميلة جدا فيها فيها نقطة point 1 اللي هو أصلا إن الحاجة الحاجة دخلة للمكتبة وورده أصلا نعم يعني هي مكتوبة جوها وورد إحنا إحنا بنتعامل مع أصعب صيغة اللي هي البيدي إف فموضوع التنسيق ده دياريت منه إحنا بنحاول كمان نحاول ننسق مع بنك المعرفة المصري ودار المنظومة بحيث إن هي فيها يعني فيها كل كل المنتجات العربية من الأبحاث فبنحاول والله بس هي إدار المنظومة الحاجة مكتوبة فيها وورد مايش متحولة فاهمة أصدي نعم هم بيشوفوا كتب تراث معينة ملقاش حقوق نشر أو بيشتروا حقوق نشرها وينشروها عندهم لحيث إنه يتطلع لك المنتج على طول بس ده من وورد فمهوش بحس مهوش سيرش هي دي حاجات جهزة وأوليب جهزة إحنا أوسع وياريت من نسق معهم ده شرف لينا وأي حاجة تخدم تخدم الشريعة الإسلامية احنا طبعا مش ها يعني مش هن مش هنأثر في إن احنا نحاول إن أصلا محاولتنا للغة العربية اللي هي اللغة القرآن هو ده الأساس إحنا بنحاول نعمل فيها جزء برمجي يسهلها على الإنترنت فالدخول في هذا الموضوع ما أنتش متخيلة بدا التكلفة اللي انت ممكن تعمل بقى بالإنجليزي تكلفة بسيطة جدا وعشرات أضعفها التكلفة إن انت تعمل عربي برمجيا برمجيا مش مكدوبة برمجية ليه تحويل البدئفات والبحث جوه العربي والكلام ده مش سهل خالص فخلينا نحاول في الأمر بتاع المراجع ده بس لو حتى الوضع الفضل زي ما هو عليه هاتك هتستفيد جدا 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 من موضوع الترجمة هتستفيد جدا جدا بينك تستعيني بمراجع كترة جدا بالعربي وهو يحدد لك بالظبط يعني هو كده بيعمل تحديد للإطار اللي هتاخدى منه أنا منتظر تواصلك مع أنا إن شاء الله إن شاء الله نتشارك السلام عليكم عليك السلام سيحبك دكتور أهلا بيك يا فندي سمحت مثلا لديه استفسار بسيط بس تحت عمرك حضريا من الوقت جيت بقى بشوف البقات اللي موجودة على الموقع لديه إن فيه أقصى بقى بـ 20 دولار بتديني 30 ألف صفحة تقريبا تمام تمام دلوقتي أنا عندي قدر كبير من المراجع يتخطى هذا العدد من الصفحات إيه الحل فيه تواصل تواصل مع الرقب ده فيه مئة ألف صفحة وفيه مليون صفحة و2 مليون و5 مليون اللي إنت عايز الأسعار بتزيد يعني الأسعار بتقل كل ما إحنا نطلع فوق والخلال والترجمة والترجمة بتزيد على حسب ليه إنت عايز يعني مثلا لو أنا عايز ممكن نتكلم في ده على الواطس يبقى أحسن 30 دولار أو 30 دولار مثلا على حسب على حسب اللي إنت عايز وإنت اختار وحدد وبلغنا على الواطس روح ما نجاوبك طيب حاجة تاني يا دكتور ما عليش دلوقتي يعني لما برفع ملف البي دي اف فيه أنواع من البي دي اف في بي دي اف ببقى نمصوره مثلا بالتليفون وبي دي اف يعني مصدره من ملف الورد فهل الموقع بيادهم الاتنين ولا بيادهم بس اللي مصدر من الورد لا عادي احنا بنضعم بس البي دي اف بس سواء كان سكانر كان سكانر أو أو تيكست اللي هو كان من الورد بس جودة المخرج بقى جودة المخرج بتعتمد على جودة اللي إنت مدخله يعني جودة البي دي اف بتاعي اه جودة البي دي اف بتاعي ما يباش ما يباش مهزوز وضايز وعايز منه نتيجة اه اه يعني ربما مرضو كده أنا أكون مدخل بدي اف كويس ومحصلش على نتائج المرجوة مثلا لا أكيد هتحصل طب في ضمانات تضمن كده ولا والله الضمان الوحيد بتاعنا ان احنا عاملين تجربة مجانية ببلاش للناس كلها تدخل كم صفحة تجرب بيه بعد كده يبا انت اخترت ان انت تشترك فده شيء يرجع لك تمام تمام عشان كده اي حد بيسجل اه يدخل يجرب التمانين صفحة عجبوا الامر تمام ما عجبوش هيبا الحاكتين اما ان هو يرجع للدعم يقول لهم ده فيه مشكلة كذا وليه زهرت وحشة فاحنا نرجع الحساب يمكن هو كاتب حاجة غلط او مدخل حاجة غلط نرجعه او لو احنا رجعنا ولينا الخطأ من عندنا هنحكيله ان فيه عندنا كذا وده مش متوافر فهو يقيم اما يكمل اما يقول شكرا وزي الخن تمام تمام شكرا 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 نتشرب بيك شكرا نتشرب بيك وبعدين فيه بقات صغيرة قبل الكبير ممكن تجرب اه اه موجودة على الموقع دي ما اطلعت عليها يعني اه يعني لا قصود وكمان النهاردة لحدك حاضر اهو معاك معاك الكود الخاص والعشرة بقيت اثنين اه قبل موضوع المتين ممكن تجرب وتعمل كل انت عايزه طيب هو لازم انت دافع بالدولار ولا ممكن انت دافع بالمصري لا بالمصري عادي مفيش اي مشكلة او باي عملة مفيش مشكلة بس بكومة المبلغ اللي محطوط في الوقت كومة مثلا متين دولار بالزبط بالزبط لما حسب بسعر الصرف الرسم ولا صعر الصرف بتاع السوداء لا السوداء تي بس انت تودينها في داهية طبعا بسعر الصرف الرسم للبلغ البنوك المصري طيب تماما شكرا جزا شكرا جزا شكرا 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 عليك السلام نتفضل دكتور رسام دكتور جينان دكتور جينان ودكتور صمر الكزبرين اليمن يا هلا السلام عليكم اهلا بسعادتكم جميعا اهلا اتفضلي دكتور دكتور محمد الو الو ايوة فندم مع حضرتك تفضلي ايوة دكتور محمد كيف حالك اهلا بك فندم ازاي سيادتك الله الحمد الله اه طبعا اشكرك كثير يعني على الموقع الرائع طبعا انا كاحد المستفيدين من الموقع ولازلت لا حد الان شغالها فيه مشتركة بوقات كتيرة ما شاء الله عليك وكنت أسألك بالنسبة للمراجع اللي أنا رفعتها أقدر أن أعمل عليها بحث ثاني يعني بدون أن أرفع مراجع مرة ثانية ممكن تعملي فيها 20-30 بحثة دكترا امساح الفيرس اعملي وامساح الفيرس وعملي بحث ثاني وثالث ورابع وخمس يعني الشغل بيكون فقط على الفيرس يا دكترا ده حسابك أعمل فيه اللي أنت عايزه أيوة يعني وبالنسبة للعنوان البحث أعملوا إيدة نفسها شيء بحق إيدة ده لكل الخنات ها يمفع هنشترط على الناس يعملوا وما نمسحش كل اللي على حسابك ممكن تمسحيه يعني ممكن أنا أوجهه بالطريقة اللي أنا أشتيها يا دكترا ما إحنا متفقين أنت بتوجهه هو 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 في أديك بتوجهه وتوظف يعني بتوجهه ليودلك للي أنت عايزه اللي بخرج مره أنت توظفه في اللي أنت عايزه طيب يا دكترا محمد فويد عن الأشكال والخرايض والصور لا دكترا ده اتجاه تاني إحنا معاك في التكست معاك في اللغة المكتوبة لغة الأبحاث المكتوبة كنت أنا بس الشيء لكن المعادلات الرياضية والكلام ده كله لا الأشكال البيانية الإحصاءات الكلام ده لا إحنا معاك في الكلام المكتوب دكتور أيها فاندي حب أن أسأل هل فيك جلز متشكر الموقع ولا لا بالذات باللغة العربية ما عندي ناش المقياز بس أنت ممكن تخشي على اسمودن تعملي هذا الأمر يعني آمام شكرا سهلة دي يعني أمورك سهل ولو أردت أننا بحيث أن مؤسسة تتبنى الموقع لأجل البحوث العربية أن تشوف البلاجاليزم متشكر بتاحها يعني تديرها على أونلاين بلاتفورم يعني أنت عايز تعملي ده ولا تعملي من عندنا أن لو مؤسسة تواصلت معاكم جامعة تتواصل معاكم بحيث أن تتبنى الموقع هل فيه خدمة البلاجاليزم متشكر للغة العربية ممكن يبقى لما يديروا للاسايمينتس بتاحهم أو أي بيبر للعضاء التدريس ممكن كل حاجة فن لمعنى أن حتى لو الحاجة مش مضافة ما ده من خدمتنا أن احنا نستعين بحاجات تانية كمساعدة بالدراسة داني المؤسسات طبعا يعني إيه المشكلة أن احنا لو أضفنا احنا تيرنا عندنا بخدمة من جوة الباقة ده مش مشكلة ممكن إحنا كمان الدعم بتاعنا يدلكوا على أنه تتعرفوا إزاي تنزلوا مراجع ده من ضمن خدمات المؤسسات ممكن كمان من الورشات إحنا حصلا كده كده بنعمل ورشات بحسية مجانية فنضرب الطلب على استخدام سكوبوت واستخدام المواقع التانية إيه المشكلة ده من ضمن خدمتنا مع المؤسسات حتى أن احنا ممكن نساعد في عمل خطة لرفع وده موجود في البروشور بتاعنا يعني لو حضراتكم عايزين تكراروا البروشور هنبعتنا بس على أنا بعتت الإيميل بتاعي والواتساب بتاعي كتير جدا على الشات حتى تبعتنا وهنوريك البروشور أن احنا أصلا عندنا رؤية لرفع الرنك بتاع الجماعات ومجلات الجماعات ومجلات الكليات بحيث المجموعات البحسية اللي ممكن تكتب خمس أبحاث في ثلاث شهور كل واحد لوحده ممكن تكتب خمسة وعشرين بحث بنفس الخمس أشخاص فأقل من مدة الثلاث شهور اللي الواحد كان بكتب بحث لوحده فيه فاحنا عندنا رؤية في هذا الأمر ممكن نساعد بعض به نعم ان شاء الله هنتوصل معك شكرا للمسيادة جفندم شكرا للمسيادة مع السلامة اتفضل دكتور اي حد لو سؤال تاني اي حد لو سؤال تاني انا اتشرفت بحضراتكو جدا ساعتين ونص دولار والسلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته نصف ياريت يا جماعة اللي ما سجلش معنا في اسكوبوت يسجل ده رابط التسجيل في سكوبوت هيوصلك على الايميل بتاعك رابط لي رابط لتفعيل الحضور. سجل اسمك وايميلك. والمفتاح بتاع حضرتك ورقمك. والتخصص بتاعك. سباته هنا. رابط تفعيل الحضور يا دكتورة حليمة نزلنا عدة مرات. بعتلنا على الواتساب بتاع سكوبوت وهنشوف موضوع التفعيل ده. بعتلنا ايميل حضرتك وهنشوف. الدكتور من المغرب تفضل. تفضل دكتور ويكاري سالم. الدكتور سالم سمعني. الدكتور عصام المشايرقي. الدكتور ابو ليس. دكتور سامعني. افضلوا حضراتكم. الدكتور المغربي كان بتكلم. انا اعطيه تناس. طيب في حد تاني ليه سؤال. بكرر تاني وتالت ورابع ان احنا نفتح باب التعاون اه لاي حد في اي حتة في العالم. اي مؤسسة بحسية كلية او جامعة. اه نتشرف بالتعاون مع حضراتكم. واي حد بيستضفنا. بندي له باقات مجانية. بنشرح له كيفية استخدام ونبدو باقات مجانية لكل اعضاها هي تدريس. اه ونتشرف بالجميع يعني. انا حطيت رقمي. اه موجود الكونتكت بتاع اسكوبوت. يتواصله معنا. اه الكونتكت في واتساب في ايميل. وده فيه رقم تليفون كمان. وده المكان بتاعنا في القاهرة. اه ودي الباقات. واحنا اتفقنا ان فيه على الباقات خصم. اه باقة العشرة دولار بس عليها خصم النهاردة. والخصم ده بالكوبون الخصم الموجود على الموقع. اه حولها من اه مية من اه من عشرة لتمانية. من عشرة لتمانية. ده كوبون الخصم. احنا اتشرف باشتراك الجميع معنا. احنا حاليا معنا جماعات في الجزائر. جماعات في المغرب. اقصد جماعات في الجزائر وجماعات في ليبيا. جماعات في مصر. جماعات في اليمن. اه في تركيا. في السودان. في الصومال. في اسبانيا. في الوقت المتحدة الامريكية. اه جماعات ومؤسسات افاد. والتفكير الثقافي. طبع وزارة الثقافة الاردنية. واستفاد دي اردنية. الجزائر. العراق. السعودية. مصر. اللي نتجارب في جزائر مع طلاب اه في العلوم الاجتماعية. تمن طلبة. عملنا تجربة فعلية. موجود الفيديوهات بتاعتها على قناتي على اليوتيوب. التجارب بتاع اه سكوبوت. هناك. في مرتين خلصنا في اعدتين بس على سكوبوت. خلصنا الاطار النظري كامل. لتمن طلب الدكتوراه في علم النفس. اه في الجماعات الجزائرية. اه بالاضافة في اعدة تانية. نقشنا كل النتائج اللي خرجت منهم. بعد انهاهم الاطار العملي. في اعدتين فقط. ممكن تخلص رسالة الدكتوراه على سكوبوت. دي كل يعني دي التوصيقات المحاضرات واللقاءات. كمان في كورس عن استخدام الادوات البحسية انا عنه مجاني وموجود على يوديمي. ونتشرف بيكم جميعا. اي سؤال تاني قبل ما نقفل. الفيديو ده هينزل ان شاء الله برضو على قناة اليوتيوب بتاع سكوبوت وعلى قناتي. تمام? استخدام الادوات البحسية. ونتشرف بالتواصل معكم. يا ريت والله. قليت الطب في العراق يا ريت والله. يا ريت في بني غازي. يا ريت في كل الجامعات. احنا كمان بعثنا لبعض وزراء وزراء التعليم في العالم العربي. ان احنا نعمم هذا الامر وندي كل اعضاية التدريس في كل الجامعات في الدولة بتاعته. في الوزارة. فاللي يعرف مسؤولين لوصلنا بيهم. اللي يعرف اه هو حضرته مسؤول يتواصل معنا مباشر. ونتشرف بحضرتك. الموضوع الاسم الخطأ اللي قاعد يسجل. حتك رسلنا على الواتساب. يعني احنا هنعرف ازاي ان اسمك غلط او مش غلط. رسلنا على الواتسابة ممنونة. الامور بسيطة يعني. عايز انت بتنزلها في الاشات هنعرف اسمك من هنا. وهنغير اسم حضرتك. متشرب بيك على. فيه اي سؤال. دكتور المغربي معلش عشان بس نحسس بالذنب ان احنا وقفناك. عادك عاد تتكلم. دكتور واكاري سالم. طيب هزا رقمي للتواصل. تاني اخر مرة. في اي سؤال من اي حد. اي استفسار. اي وسيلة للتواصل. السلام عليكم. عليك السلام عليكم السلام وطلابكات. اي قلت لك ان انت عندي شوية ضغيفي جطع يعني. اغلب المحاضرة فتتني قصد التسجيل في الرابط يعني نسجل تاو او نستنى لغاية ما تسمي المحاضرة. براحتك يا دكتورة اللي انت عايزها. ولو انت قطعت تاني احنا مسجلين يعني المحاضرة دي. مسجلة. مسجلة. يا ريت تنزلوها اني يعني على القلب واحد يستفيدي ان في معلومات واجد فتتني يعني. على الشاتة وفندم وقناة اليوتيوبة. ماشي. وهنزلها ان شاء الله اللي لا دي. تابعينا اللي لا ده هتلاقي في الفيديو وبتاع على المحاضرة اللي وليوم اده اليوم التاسع. وده الاسبوع التاني. الاسبوع التاني في المبادرة. ان شاء الله نبدأ الجمعة الجاية الاسبوع التالت. اا وان شاء الله تحت عمرك يعني. نتشرب بيك. اي اي سؤال تاني? اسكوبو تكتهاد عربي شركة نشأة. الشباب عاملينه. اا محرك بحث بيساعد الناس في ابحثها. اا رجاء ان اا تجربهم. خش واجربهم. واحكم بعد ما تجرب. ولو في لك اي استفسار او في مشكلة في التجربة. تواصل معنا على على الواتساب مباشر. تواصل معنا على الواتساب ممكن حدك تكلمينا على حدك بسلت الدعم غسلينة في الدعم. مش في الشات. دكتور محمد مساء الخير. اهلا بك دكتور رائد اتفضل. اا الخصم فقط على الفئة العشرة دولار مزبوط? اا الخصم النهاردة معمول لها. عشان خاطر القدور الكرامية. شكرا لك دكتور رائدتك والعافية. نتشرف بسيادتك فندم. اي اي حاجة تانية محصة بالموضوع ده جماعة عندكم البرايس. البرايس متدرج. متدرج. كل ما الباقة تكبر كل ما اا تبقى ارخص. يعني لو حسبنا ان الباقة دي الف صفحة لعلى الخصم دي. الاتنين دولار. اا في الباقة التانية دي. المفتاح تكون بتلتمية. لان هي تلاتين الف. تلتمية. هي يعني مخصوم منها مية دولار بحلهم. فبايت بمتين بس. ودي معك سنة. وتلاتين الف صفحة. سبعين بحس. تلات تلاف مرجع. اوراق بحسية وغيرها. دي الباقة اللي هي بتاعت تلات شهور. المفترض ان هي تكون بتلاتين. هي بخمسة وعشرين. فكل ما تتدرك كل ما الامر هتلاقي ايصر. كمان في ترجمة. هنا في خمسة وعشرين اللي هي بتاعت الالف. في خمسين هنا. في هنا الترجمة. ربعمية فقر الترجمة. اكتر من مية صفحة الترجمة. من النتائج. من النتائج. مش من مرجعك. الترجمة بتاعتنا احنا جايبينها من تلات شركات. عشان نعمل دويتو كويس. يطلع علينا نتيجة احترافية. نتبقى نتيجة فورية احترافية. اه حضراتكم هتجربوا وتشوفوا ان شاء الله في الباقات المدفوعة. الباقات التقريبية مفاش ترجمة. اه ده الدليل التعريفي. دليل استخدام البرنامج يا دكتور او يا دكتور. دكتور اللاشين. ده دليل تعريفي برضو للاستخدام. اللي حضراتكم عايزينه. موجود على اليوتيوب. خطوة بخطوة معك. لكل الحاجة مع عربة انجليزة و فرانسي. ده اخر الاخر الفيديو ها جماعة. واي حد يحتاج اي حاجة رسلونا على الواتساب. رسلونا على الواتساب. وهنجاوبكوا على كل اللي انتوا عايزين. شكرا لكم جدا. اي سؤال من اي حد تاني قبل ما نقفل? اي سؤال? اي سؤال? اي سؤال? جربوا جربوا. يعني انت دلوقتي ما انتش خسرا حاجة. انت اه الباقة معاشرة بقيت باثنين دولار. يعني. فمش فرق جرب. وبدل ما يبقى تمانين صفحة بتجرب فيهم. يبقى معك الف صفحة تجرب فيه. وكوبون الخاص موجود وموجود على الحساب. اي حد يسجل اي حد يشترك. والمبادرة مفتوحة احنا فتحينها. فتح سكوبوت. انا بسسال كمان بقوا سبعة تلاتمية وسبعين عم. النهاردة. وان شاء الله هنكون يوم الاتنين الجاي في جامعة ستة اكتوبة. وان شاء الله هنبقى في جامعة المنصورة اخر الاسبوع. جامعة المنصورة في مصر. جامعة ستة اكتوبة في مصر. وان شاء الله في جامعات في الجزائر. وياريت جامعة المغرب ياريت الدكتور دكتورة. بتنسع معنا. الجامعات اللي في ليبيا والجامعات اللي في في اليمن كان معنا اساس الجامعة من اليمن النهاردة ياريت نتشرف ويتابعونا تابعونا على على الموقع وعلى الواتساب وبنبلغ حضراتكم ان شاء الله في اي سؤال لايحد احنا فضل معنا مية بعد قريب من ثلاث ساعات مية وعشرة شخص اي سؤال اي سؤال احنا بنحاول ننتشر قدر استطاعتنا وبدعمكم هنستمر لو نتطور وفي انتظاركم في انتظاركم جميعا السلام عليكم بالقناة اللي على اليوتيوب عليكم السلام ورحمة الله بكاته انا نزلت الرابط عدة مرات اهو رابط تنو تمام هي قناة اسماس كوبوت قناة اسماس كوبوت او قناتي انا محمد الاس الباس بننشر على الاثنين في جامعة المنصورة ان شاء الله ان شاء الله يوم الاربع بإذن الله اه اه ده الرابط ونتشرف بكم جميعا واي مكان اه مش هنع يعني الورش اونلاين او اوفلاين شكرا لسيادتكم وان شاء الله احنا موجدين كل يوم جمعة دي المحاضرة الاسسية بتاعت كل يوم جمعة ان شاء الله في اي سؤال تاني قبل ما نقفل اي سؤال دكتور عبدالجبار فتحت المايك هتقول حاجة اه دكتور بارك الله وفتمنى ازاك الله كله خير فقط اه دكتور عبدالجبار قلت حاجة شكرا حضرتك دكتور احنا فاصل سعيدة حضرتك ان تعرفت على حضرتك في المحاضرة وماشاء الله المحاضرة جميلة جدا ولمصة محترمة ان شاء الله يكون لنا دور ان شاء الله بإذن الله مع حضرتك يعني في البحث اللي عديد يا ريت افندم ده احنا نتشرب بحضرتك حضرتك تخصصك ايه قانون حضرتك جميل زميل يعني الله يبارك الحديد احنا نشرف يا دكتور ان شاء الله هيبقى فيه تواصل معها مع عليك ان شاء الله ده شرف لنا افندم شكرا لسيادتك دكتور عبدالجبار بيتكلم دكتور عم عمار بارك الله فيك أستاذ جزائر الله عمار الجزائر نعم فقط وردنا سأل الجزائر هل في موعد زيارة معناها محدد في الجزائر والله يا دكتور ان احنا كنا في مؤتمر يوم الاتنين والتلات في تسم سلت فجلنا موعد زيارة في الجزائر هل في موعد زيارة جلنا حوالي ست سبع جلنا ست جماعات عايزة تدخل معنا في شركات فان شاء الله يعني لنا لقاءات قريبة جدا في الجزائر بإذن الله إن شاء الله أهلا وسهلا ونتشرف بجامعتك انت جمعت ايه بنو خالدون تيارت هي بالقرب من جامعة ستين حوالي ستين كليومتر ده شرف لنا يا فاندي ان حدك تستضيفنا أصلا يعني استضيفنا حددك وإحنا نجيلك على عينينا يعني إن شاء الله أنا أعمل محاضرة زون بإذن الله وندي كل هذا التدريس في المكان بقاط يعني إن شاء الله بارك الله وفيك جزائر الله وكل خير شكرا يا فاندي شفت يا دكتورة هبة جد الحمد لله أنت عرفتين أو يعني شفت اللي أنا كنت حكيته في الأول ده جاب لنا أمراض العالم بموضوع تجميع المحتوى من 800 مرج الحمد لله ما فيش أي حاجة أقول البحث بقى جميل جدا والطريقة الجديدة بقت لازم يعني إيه تخلي حياتك كده أفضل في موضوع تجميع المحتوى دكتور وكاري حدك رجعت تانية هتقول أي حاجة تسمعنا أصلا دكتور وكاري طيب دكتور أمال هيكل يوم الأربعة هيكون فين في جامعة المنصورة يا دكتور والله أفندم إن شاء الله في كلية التمريد يعني بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نكون حاضرين بإذن الله دع شرفي المتوصل على الواتساب بنأكد معاك الموعية إن شاء الله تمام يا دكتور لأن إحنا منصورة جامعة المنصورة فأكيد هنكون موجودين كلنا جاريت أفندم ده هنjingشرف وأكيد بس معنا المعاد إن شاء الله تمام يا دكتور شكراً لحضرتك شكراً على المحاضرة الجميرة استفدنا جداً جداً منها وننتظركوا كل جمعة إن شاء الله تشرفونا بإذن الله إن شاء الله يا دكتور بإذن الله مرسيليك شكراً لسيادتك في أي سؤال من الحد الثاني أخذب شكراً لسيادتك جميعاً تحياتي لكم انتظار التواصل معكم إن شاء الله وشهاداتها توصلك كل اليومين الجايين إن شاء الله يا دكتور شكراً لحضرتك مع الف سلام مع السلام